حلقاتنا النهاردة مختلفة حلقاتنا النهاردة هنتكلم بشكل مختلف عندنا مشكلة كبيرة جدا في الإسماعيلية نادي الإسماعيلي يمكن خسارة كبيرة أمام مصر لنقصة بأربع عداف مقبل هدف ونتكلم مع نجم الكرة المصرية ونجم نادي الإسماعيلي في الفقرة الحوارية التانية الكابتن حمزة الجمل علشان يعرف ونناقش معاه ايه اللي حصل يعني عايز أقول لحضركم ان الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بيستقيل رسميا من منصبه الكابتن أدم الصلح داري كابتن محمد محسن أبو جريشة بيستقيل رسميا من المنصب اللي متولينه في الفترة الحالية المدير الفني والمدرب العام لنادي الإسماعيلي يا ترى مين هو البديل لنادي الإسماعيلي اللي يقودهم في الفترة اللي جاية الوضع صعب جدا بالنسبة لهم ولكن هنعرف من خلال وجود الكابتن حمزة أضايا مهمة جدا منوضيع مهمة جدا يا ترى ايه اللي وصل نادي الإسماعيلي انه يوصل به الحال انه هو يعني يخسر من معظم الأندال اللي موجودة بنتائي كبيرة جدا كمان إيه اللي يوصل نادي الإسماعيلي انه اي حد لو عايز نقطة اي حد محتاج فوز نادي الإسماعيلي ممكن يكون كبري أو هو ده المعبر اللي بيعبر من خلاله لكن طبعا مش عايز أحرق الأحداث اللي موجودة معاه هنتكلم مع الكابتن حمزة الجمل عن كل الأحداث الخاصة بنادي الإسماعيلي الفقرة الحوارية الأولى هي خاصة بالدرجة التانية وكاوليس الدرجة التانية الكل مركز مع الدوري ممتاز الكل مركز مع الأندية اللي موجودة أهلي وزمالك إيه اللي يحصل في أفريقيا إيه اللي يحصل في انتقالات اللعيبة والكل تماما غافل عن الدوري الدرجة الثانية واللي بيحصل فيه وأن خلاص الدوري هيرجع مرة تانية ناقص خمس مطشلات يترى مين اللي هيسعد يا ترى إيه اللي هيحصل في مسلسل الهبوط هل الهبوط خلاص يتلغى رسميا وخلاص الأندية هتبدأ التجارة بنشئينها هيبقى معنا كاوليس كتيرة جدا من خلال وجود الكابتن أحمد الأصاص النقد أرادة عشان نتكلم عن كاوليس دوري الدرجة التانية أبدأ معكم الأخبار وأول الأخبار أن الأهل بيفوز على ودي دجلة في مباراة أكيد حضراتكم تابعتوها بهدفين مقابل لشيء ومصر المقصة بيعمق جراح ناديا الإسماعيل هتكلم معكم الأول عن الأهل ودجلة الأهل بيفوز 2-0 وما رأى محسن الهدف الأول حمدي فتحي الهدف الثاني تكلمنا عام رأى محسن وقلنا يا جماعة نصبر شوية ومنمشيش وراء السوشال ميديا عشان السوشال ميديا دايما يعني ملاش حد ممكن تكبر وتعظم في واحد وممكن تخصف في الأرض بواحد تاني خالص وبالتالي ملاش معايير ملاش مقيس للأسف يا جماعة السوشال ميديا في كرة القدم ممكن لو واحد يعني تكلمت عليه وحش وأطعت فيه وتكلمت عن ما سوقه وتاني يوم جاب هدف أو كان سبب في تحقيق 3 نقاط لفريق كونة اللي فاتها يتمسح مرأى محسن الفترة اللي فاتت اتكلمنا معاه انه كان لازم يقفل ودنه وكان لازم يركز في الملعب وده اللي حصل 3 مطشوات أخيرة بيجيب هدفين واعتقد انه هدفين مؤثرين جدا سواء هدف مباراة الجونة او هدف مباراة دجلة وبالتالي انا كواحد لازم ادعم مرأى محسن في الأول وفي الآخر هو لعب كوري القدم محترم لعب كوري القدم اعتقد انه بلعب لمنتخب مصر طالما هو بلعب في منتخب مصر فهو جدير بيئة ثقة اللي موجود فيها من خلال منتخب مصر او حتى من خلال وجوده في النادي الأهلي ابدا لن نكون ابدا غير داعمين لأي لعب كوري القدم موجود طبعا حقهم علينا ان احنا يعني لما نيجي ننتقد يكون نقضي بناء مش هنقطع في حد ولا نجيب سيرة اي حد بحاجة وحشة لوحشة اللعب كوري القدم ان الكلمة لوحشة ممكن تهد في مشوار لاعب كوري القدم باللغة اللي احنا عارفنا ممكن تخلص عليه علشان كده دايما انا بحب ابرس دور اللاعب اللي بيتعب وبيكتهد زي حمدي فاتح النهاردة ما بيكتهد هو كمان وبيعمل حاجة جديدة في نص الملعب بيعوق بقى ايام محمد شوقي والجيل اللي كان موجود في نص الملعب دا وجيل الكابتن احمد حسن الجيل اللي لاعب نص الملعب اللي بيزيد اللي بيجيب اهداف ودي حاجة احنا مفتقدينها شوية نلاعب نص الملعب العملة اللي بتعرف تجيب لك هدف من خلال تصويبات من خلال تحرقات اعتقد ان دي حاجة بقت قليلة في مص وندي الاهلي ويمكن الفترة الاخيرة حمدي فاتحي بقى واحد من اهم اللعيبة اللي بيعملوا الدور دا بقى راجل نص الملعب عنده مميزات دفعية هجومية وكمان هداف فدي حاجة تتحسب اكيد لريني فايلر اللي بيعرف يوظف امكانات لعبته وبيعرف يطور كمان من ادائهم دا بالنسبة لمطش الاهلي ومطش دجلة كده المهم من ادائه الاهلي برغم من ان اكيد النتيجة 2-0 نتيجة كبيرة في بعض تراجع للأداء دا مش مهم على قد التلات نقاط ما هي مهمة بتكلم مهمة ليه بتكلم عشان دوري الابطال بتكلم عشان حس مطولة الدوري بالنسبة للاهلي زي ما اشدنا مبارح بالزمالك لازم نشيد النهاردة بالاهلي حتى لو في تراجع لأداء اخطاء تحكمية واردة في اي حتة لكن لكن مش دوري ان انا اتكلم عن الاخطاء دوري ان انا ابرز لحبراتكم ايه اللي حصل في المباراة كمان دجلة دجلة قدت مباراة اعتقد على اعلى مستوى كرة محترمة اعتقد جهاز فني محترم جهاز فني بيعرف انه يتعامل مع الفرق الكبيرة باين من نتائج الفترة الاخيرة لكن زي ما قلت لحبراتكم اخطاء تحكمية ممكن واردة في كرة القدم لكن انا كمزيع انا ماينفعش انتقد ممكن يكون فيه حق الرد بالنسبة للحكام بالنسبة للمدربين بالنسبة للمسؤولين علشان يردوا على كرة هدف دجلة اللي الكل تكلم عليه قال انه هدف صحيح ما في المية لكن برضو هعرف رأي واحد من نجوم الجهاز الفني الوادي دجلة اللي عملوا مباراة محترمة جدا جدا مش بس واحد من نجوم الجهاز الفني لنادي ودي دجلة واحد من نجوم مصر ونادي الزمالك والاسماعيلي في كرة القدم الكابتن محمد عبدالك حديبي اعمر اخبارك ايه كله تمام اخبارك ايه كله تمام الحمد لله كله بخير مباراة كبيرة جدا عملت المباراة محترمة اداء محترم رحت باكتر من كرة كان عندك فرص لكن يعني اكيد قابلته كمان الجزء اللي اتكلمتي فيه كان هدف صحيح البعض اتكلم عليه قال صحيح البعض ممكن شايفه غير صحيح لكن اكيد عايز اتكلم معك في الاول عن وجهة نظرك في المباراة بشكل عام كده وشكل فاني بعديا نروح للهدف اللي اولغي الوادي دجل لا اعمل الحمد لله ماتش كويس زمان تقولت والناس تبعته ما خفناش ان احنا نلعب قدام الاهلي نلعب طريقة لعبانا الطبيعية بنلعبها وكل الفرق ما خفناش ان احنا بنلعب فريق كبير ان احنا نلعب اللونج بول والكهورة طويلة و لعبانا الطريقة بنلعب على الارض الناس كلها متعودة على واد دجلة واداء واد دجلة في السامتين اللي فاتوا وكنا عوزين نكمل الدور التاني نحن من الحمد لله حدوات ما اخترناش خالص الدور التاني دي اول هزيمة اداء كان كويس اللي عبها ضيعت كان لنا فرص كنا قريبين في بعض الاوقات في حاجات جدلية في التحكيم الناس كلها شابتها بغض نظر عن الجول الانتلاغة وهو جول مية في المية شفناها بعد الماش مرة واثنين وثلاثة وفي الاعادة في كل حاجة جول مية في المية وكانها ضرب الجذاء مشكوك فيها للأسف كالتين جهاد ما حتى ما طلبوش يعني اي حاجة فيها شك بالنسبة تبقى مؤثرة في ميتيجة المباراة اعتقد ان الفار بيطلبه الاسف هو اخد قراره مايرجع في الفار او الفار يطلبه فانا اعتقد ان احنا الضالنة تحكمية النهاردة مش عاوز اقلق كبير عشان ما اقبلاش فيها غلط او انتقاد للمنظومة التحكمية اللي نحترمها لكن احنا ننطلب العادل بس الاهل لي مش محتاج ان حد يساعده الاهل لي فريق كبير فارق كتير كده عن المركز التاني في عدد النقاط فبالتالي مش هقول الدورة حسن لكن بالنسبة كبيرة تفوق الثلاثين بالنسبة بعدد النقاط يعني فانت مش محتاجة يا كابتن جهاد انك تجامل الاهلي الكرة انت فارنطينا النهاردة وهتراوح تشوفها وهتحس جواك وهتقول ان انا زي عملت كده لان انت الكرة مليون في المية جول مليون في المية جول يا احنا قلنا في الاول في الملعب انا عن نفسي قلت خمتين خمسين فلما راح للبار خلاص انا هديه ان خلاص وراح سوفها لكن لما بعد الماكس انما تفرجت عليها الفيديو وبنعدناها مرة ودين وثلاثة وكل اصحابي يكلموني لا الكرة اقول مية في المية مية في المية فهاش اي صايد فهاش اي تدخل فهاش اي بلوك فهاش اي حم مفيش سبب انك تلغي مفيش سبب واحد انك تلغيه هل هل كان فيك عالية كابتان عبو احب من المهندس ماجد سامي على الغال هدف معاكو كجهاز فني وكاكيد بيتواصل معاكو ماجد ما بيتكلمش بالعلاسة على التحكيم احنا مظلونا احترامة وبنكين كل احترام للتحكيم المصري لكن انت النهاردة لما تمنعنا عناصر حقوقنا احنا اولا احنا احنا في قبل الجول ما ييجي احنا فقبل الجول ما ييجي قلنا احنا اللي احنا المسكين نص في الملعب اهل اهل الماليوه السورة التاوييد ده في الروعم الساعة اله هو قبل الجول نحن اللي شاكلينها في الملعب اقرب لجول اقرب لنا حيول طب انت ج detective جول ادينا حقنا يعني ادينا حقنا انا هي ضرب جزائه في Acceleriny مش هقولك مش هجم ان هي ضرب جزائه بس ارجع لو برش شوفها يعني زينا بتابع مع الاهالي. يا راجل ده الاهالي. الاهالي لهم ضرب الجزاء صحيحة. يعني الكرة حتى بتجات في ايد المدافع عندنا. انا بقرن هي ضرب الجزاء. بس انت كابتنجيات انت لو في المالة و هشوفها يا عمر. مستني حاجة اللي هالي نحسبها. الكرة جات في ايدهم بعدها بثانية واحدة كمسفر. بثانية واحدة. واحنا مروان في عقلي داخل ضرورة منطقة الجزاء ولا كأنه هنا. ولا ولا الفرعات ولا ولا طلب ولا اي حاجة. ففي احنا بنزعل عشان بتبقي حاجة موجهة. يعني انا شايف من احنا الظلام نظر مبين. حيبا فيه شكوى كابتنع ابو واحد بالنسبة من حضرتك للمنة التحكيم. بالنسبة للإدارة هتقدر تتقدم شكوى لكن انا النهاردة انا شايف انا ما بعلقش على التحكيم ولا يرمش معه ان احنا خسرنا نهاردة على التحكيم. التحكيم مصري محترم. واتهم حكام مميزين. والبار اعاد برضو شوية من العدالة لكن الاسف العدالة النهاردة مش مش موجودة وغيبة. واحنا الظلامنا وانا كنت هاتي في الملعب كاللي بالك. يعني انا في الملعب ك هاتي. لكن دلوقتي انا بتنرفز متعصب لما شفت الحاجات دي فيديو صوت وصورة وعناها شكوتها يعني. وبالاعادة وبالبطيء. شفتها كزا مرة. فبالتالي لا احنا اتظلمنا. ويا كابتن جهاد انت هتزعى الاول لما تشوف الاطاطي. لكن الشكوى حضرتك لسه مش عارف مدى آآ يعني. دي 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 تبع ادارة النادي. احنا عن نفسنا كجهاز فني مستعيم من اللي حصل وبنطلب بالعدالة مش اكثر من كده. آآ اللي مش محتاج المستعيم ده. لكن احنا بنزلنا الن نقطة. او ثلاث نقاط في بدونة. احنا بنزلنا كوادي دجلة. لما ناخد نقطة بالآله او نكسب النهاردة. او تبدينا حقنا في في الجيم. آآ وتبدينا الفير يعني العدل. احنا ممكن النقطة دي تقعدنا في الدوري. ممكن ثلاث نقطة وعدنا في. الثلاث نقطة تقبع ملاكس. فانت بتتالي لا. انت نازل وعايز توجه. آآ المكتب لنادي معين. ايان كان بقى نصف دي الالي. ايان كان. منافس باللعب الالي. لا الالي لا يسحق النهار ده ثلاث نقاط لان احنا كنا آآ البوليستان جيم آآ آآ لينا آآ 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 آ كابتان ابو واحد هارد لك وانا بشكر حضرتك على وجودك معايا واحد من نجوم مصر ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي والمدارب العام لنادي وادي ديجلة وزي ما حضرتكم سمعته ده تعليقه على حكم المباراة وتعليقه ايضا على الامور الفنية الخاصة بمباراة الاهلي وادي ديجلة ما فيه شك طبعا ان التحكيم اكيد بكل دور فيه واحد من اهم الحكام اللي موجودين في الدولة المصر وفيه افريقيا حكم دولي وبالتالي تعليقي على التحكيم اعتقد ان هو يعني ما ينفعش في ظل وجود طبعا خمات كبيرة جدا ممكن تخشه هتبقى موجودة معنا علشان تعلق على القرارات خصوصا ان هو في بطولة الدوري المصري كلامت على مطش الاهلي وديجلة قلت لحضراتكم من كن المقصة وقال اسماعيل محمد ابراهيم بيقدي موسم رائع جدا جدا محمد ابراهيم اذا لم ينتقل الى الاهلي او اذا لم يعني يتراجع الزمالك عن التفريط فيه نورج عمرة تاني نادي الزمالك اعتقد ان هو هتقلق في المقصة هيكون لي شأن كبير جدا فاندها ممكن زي فيراميدز منتخب مصر اعتقد ان ايام قليلة جدا ويتم الاعلام عن القائمة موجود فيها محمد ابراهيم محمد ابراهيم هي لعب اساسي في منتخب مصر اعتقد ان فرص تواجده مع عبدالله السعيد على اللعب على مركز البلايميكر او اللعيب رقم 10 اعتقد انها كبيرة جدا وكمان عايز اقولك ان الدفف ممكن تبقى في صالح محمد ابراهيم امور كثيرة جدا في صالحه يعني صغر سنه اليقل بدنية المهارة الكبيرة جدا اللي موجودة عنده طبعا عبدالله السعيد واحد من اكبر واهم اللعيب اللي في مصر وموجودين دلوقتي لكن من هو بديل عبدالله السعيد في الكورة المصرية اعتقد ان منتخب مصر الاجابة سهلة جدا واضحة هو محمد ابراهيم لاعب نادي مصر للمقصة الزمالك سابقا الاهلي فيه كلام على انه بيتفاوض مع اللاعب الزمالك او الاهلي عفوا بيدور على يعني ضلطه بعد خروج عبدالله السعيد محمد مجدي افشا في بعض الاوقات يبقى بلاي ميكر يبقى طرف لكن في الاخر محمد ابراهيم عملة وقماشة تانية مختلفة تماما نادي الاسماعيلي بصراحة ما ينفعش ابدا اللي احنا بنشوفه اربع اهداف نادي الاسماعيلي كل يوم بجهاز فني نادي الاسماعيلي ما فيش استقرار نادي الاسماعيلي اللعبة بتبايع نادي الاسماعيلي اي حد عايز ياخد نقطة اي حد عايز ياخد تلات نقطة يروح على الاسماعيلي نادي الاسماعيلي ما بقاش لهيبه في الملعب من اللعبة اللي موجودة فين روح نادي الاسماعيلي فين لعبت نادي الاسماعيلي في إن إدارة نادي الإسماعيلي يعني إيه نادي الإسماعيلي يفرط في لعبة يفرط في ديسابر ويفرط 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 إزاي نادي الإسماعيلي ما عندوش الكفاءة المالية اللي يقبر أنه هو يتعاقب بها مع مدربين على أعلى مستوى أنا هتكلم معكم في شوات حاجات حلوة جدا مع كابت الحمزة الجمل لكن أنا بس عايز أديك وفتح معكم في كلام علشان يبقى الكلام حضراتكم بس عارفين بنتكلم في اتجاهي إحنا كلنا نادي الإسماعيلي يكون منافس زي ما كنا بنشوفه قبل كده زي ما شفنا الإسماعيلي مع كابت محسن صالح في دوري اللي قصر الدنيا وكان بينافس مع نادي الإسماعيلي لحد آخر نفس زي ما شفنا نادي الإسماعيلي بيلعب مباراة فاصلة مع نادي الإهلي في استاد حرص الحدود على استاد الماكس وفلافيو بيجيب هدف وبيفوز بيبلقى بالدور عايزين نشوف الإسماعيلي بتاع زمان الإسماعيلي بتاع برازيل مصر الصنبا اللي كان كل بيستمتع بيها اللي كان لما حد بيروح السادة الإسماعيلية كان أهلي أو زمالي كله كان بيبقى خايف لو حد يقولك نطلع ممكن كسبنين آه نعم كان في نتائج بتطلع كبيرة جدا لكن مادئ الإسماعيلي ما كانش حد بيخش السادة الإسماعيلية ويبقى عارف وممكن يخرج بشكل عمل ازاي معظم الفلكة بتخرج خسرانة الأهلي والزمالك حققوا انتصارات أكيد كتيرة على ملعب الإسماعيلية لكن في بعض الوقت الإسماعيلي كان بيتفوق وبتفوق بنتائج كبيرة لكن زي ما بقول لحضراتكم اللي بيحصل في الإسماعيلي ده يعني حاجة أعتقد صعبة محدش أبدا يقدر ولا يتقبل إنه يشوف حاجة زي كده تحصل في الإسماعيلي ونبقى ساكتين عليها عشان كده أنا هتكلم مع الكابتن حمزة جمل بالتفاصيل ونشوف بقى المستقبل إيه اللي هيحصل تعاقد مع مدير فني هنجيب مدير فني مصري ونفضل ماشيين في نفس الدائرة إيه اللي يحصل مع الإسماعيلي هنشوف في فقرة الحوارية التانية مجلس دارة نادي أزمالك بيقبل استقالة الدكتور أشرف زكي والكابتن إسماعيل يوسف قائم بأعمال أمين السندوق مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتدى منصور قرر قبول استقالة دكتور أشرف زكي من منصب أمين السندوق بسبب الظروف الصحية وأعلن المستشار مرتدى إن القائم بالأعمال الخاصة بأمين السندوق لحين إجراء جمعية عامية في الفترة المقبلة هو الكابتن إسماعيل يوسف وأكيد طبعا دكتور أشرف زكي من الشخصيات المحترمة جدا جدا اللي أكيد أي مكان بيكون متواجد فيه بيتشرف بوجوده وطبعا طالما الموضوع علاقة بالظروف الصحية فأعتقد أن الراجل ما أصرش أبدا في وجوده في مجلس دارة نادي أزمالك آخر خبر قبل بقى ما نروح مع ضيفنا الكابتن أحمد الأصاص اتحاد الكرة بيحقق في اختفاء الكؤوس موضوع يمكن من مبارح شاغل الشارع المصري وإيه اللي حصل اتحاد الكرة يعني فترة الأخيرة بيحاولوا إن هو يجمل أو يطور كده المبنى الخاص به وبدأ في تطوير وإطلاق كده بعض الحاجات الجميلة والفتاة الرائعة داخل الاتحاد وبالتالي بدأوا إن احنا لازم الاتحاد يكون له هوية خاصة به ببطولاته بمدلياته بإنجازاته وبدأوا به الكؤوس تم عملية فرز للكؤوس الكؤوس 98 موجود 2006 موجود 2008 موجود 2010 هو الكاس الوحيد اللي مش موجود وبالتالي هو ده العمل المشكلة الكبيرة كان فيه كلام كتير جدا على إن الكاس ضاع الكاس تسرق الكاس 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 لجنة الخماسية فتحت التحقيقات وفتحت الملف وبدأوا يستجوبوا كل الناس اللي موجودة الكل طبعا يعني أكيد موقفهم كلنا عارفينه لكن الكاس زي ما احنا سمعين إن الكاس تم سرقته في ظل الأحداث الخاصة بحريق اتحاد الكورة الأخيرة وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي إن الاتحاد أو لجنة الخماسية بعد ما تخلصت حياتها هتبعت الاتحاد الأفريقي علشان اتحاد الأفريقي يصدر كاس أو نسخة خاصة بالاتحاد المصري لكورة القدم علشان يكون عندنا أربع نسخ موجودة في الاتحاد المصري كورة القدم 98 2006 2008 2010 أما الكاس الخامس اللي موجود أيضا واعتقد إن ما فيش أي مشاكل عليه هو الكاس الخاصة بأمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة اللي الكابتن شاوي غريب حققوا في 2019 أيضا في كاس أمم أفريقيا 2013 واللي حققوا الكابتن ربيع يسيم مع منتخب الشباب عايز أقول لحضراتكم كمان إن اللي بيحصل دلوقتي أو اللي هيحصل دلوقتي في الفترة اللي جاي أعتقد إن فيه تحقات كتيرة جدا مش بس في موضوع الكووس أعتقد إن فيه ملفات كتيرة هتتفتح الملفات الكتيرة ممكن موضوع التذاكر يتفتح زي ما حضراتكم سمعين أعتقد مواضيع كمان خاصة بالمدليات يعني قرينا نرى إن فيه بعض الأخبار بتقول إن اختفاء بعض المدليات الموضوع يعني شاء جدا من نسبة لنا نحن بعد يعني 7-8 سنين بندور على حاجات قبل كده لكن طبعا أكيد اللجنة الخماسية بتحاول إن هي يعني تعمل حاجة أو تخرج بشكل محترم وأعتقد إن هوية الاتحاد المصري في شكله وزي ما بنشوف في الاتحادات الأوروبية وزي ما بنشوف في المتاحف اللي موجودة في أي نادي لازم يكون عندك جزء خاص بيك جزء أعتقد إن انت بيتكلم عنك فمفيش أحلى من أربع كقوس أو أو السبع كقوس اللي انت حققتهم يكون في منهم أربعة خمسة كده موجودين بتكلم على كاس الشباب وبتكلم على أربعة أمم أفريقيا في عهد طبعا الكابتن جهري 98 بتكلم على 2006 و18 مع الكابتن حسن شحاتة غير اللي احنا حققناهم قبل كده بسدول اللي كانوا موجودين في المخازن أي يعني غريبة جدا برضو إن إن يتم الاحتفاظ بالكقوس والمديليات في المخازن أعتقد إن يعني لو شفنا في أي حتة في العالم أعتقد إن بيكون فخر وشرف كبير جدا لكل نادي أو كل متخب إنه لما يحقق حاجة يكون مبروزة ومعلقها علشان يعرف كل الناس إن هو حقق الإنجاز ده طيب مش إحنا هنتكلم على أو هنروح لسكايب مهم جدا جدا ما أحد من أهم المدربين في القارة الأفريقي والدوري المصري اللي كانوا مدربين لنادي بيراميج والإسماعيلي سابقا ومنتخب أغندا كده منتخب أغندا في أمم أفريقيا الأخيرة اللي كانت في مصر أعتقد إن كل حضراتكم عرفتوه مستر سباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي اللي موجود معنا على الهواء مباشرة مرحبا براشة è un ottobus per sentient a sorry for being late so sorry ok ok it's right but I am happy to be here to be here thank you so much of course it's a great pleasure to having you one of the greatest coach in Africa and also in the Egyptian league you made a lot of success with إسماعيلي and with pyramids of course سأخذها من الأخير. سأخذها من البيراميات. أريد أن تخبرني عن الإعجابة مع البيراميات. كيف ترونها؟ نعم، كانت جيدة إعجابة. لأنه من أجل الأكبر الأكبر في إجيبتة. مع جميلة جداً. وأنتظر 6 مواتين. ربما أنه من أجل الأكبر. ولكنه سأخذها من أجل الأكبر. ولكنه مثل هذا. كل إعجابة هي إعجابة جيدة. حسناً، سأخذها من أجل الأكبر. ثم سأعود لك. طبعاً رائع في تجربة البيراميات. تجربة كانت رائعة. كانت قصيرة علشان كانت لمدة 6 شهر. ولكن كل الأجواء وكل اللي اشتغل معهم. أعتقد أنه كان مبسوط بل تجربة. سيد ديسابر، لماذا تعتقد أن تعتقد أن الإعجابة البيراميات لم تتخلق لأكثر من 6 مواتين؟ لا، لا أعلم. يجب أن تسأل البيراميات. ولكن من أجل الأكبر، أعتقد أن هذا البيرامي. لقد أعتقد أن هذا البيرامي. لقد أعتقد أن هذا البيرامي. في هذا الموقع، لأنه يجب أن يكونوا مباشرة من أجل الأشخاص. لأنه يجب أن يكونوا مباشرة مع بعض الأشخاص. وتعاملنا في الجمال العام. لم أكن خالفاً لذلك. ثم حالياً. لكن هناك حظي. بأنني أحبنا لدفع في هذا المعامل. لأنه غير مجال لدينا قادمة. لكنه مالأسد الرجل هو هذا هو لغة مرة أخرى. هل هل ان تخفيفı that the decision that Mr.Di Saburo will not continue after you heard about the board that said Mr.Di Saburo will not continue with us, was you convinced with this decision or are you arguing with them or maybe you are negotiating with them about you can stay and you can do more than success and they need to be patient to see this success? . . . بالطلب من قطاع برامي للقناة في التعامل أنت تغير المطالب في حامٍ في حامل أو حامل المجلة بقناة سيدة بقناة الحصول في إجيطة وعندما تدخل المجلة لديك أفضل المساعدة في الموضوع المفترض. ربما يتجد من الموضوع المفترض. وأنا نحن نفترض بشكل مفترض. لكن هذا المقبل يتجد من الموضوع المفترض. لكن هذا المقبل يحتاج لكي نعامل الموضوع. أنها كان لا يملك موانا ، يمكن أن تغيير مدد في مساريع الوقت إنه استراتيجية، إنه استراتيجية، إنه مفتوحة جيدة للعامل، إنه مرحلة جميلة ثم هناك حالة، لكن بعض الوقت في الفتبول يمكن أن يفهم ذلك لأن الشيرمان أردت مجرد الواقع في الواقع، لكنه ليس الحقيق بالفتبول فالفتبول يمكن أن تضع استراتيجية على الوقت حالة لتعرفة. حسناً، مع ذرة على أن سألت سؤالين وراء بعض، والتي نتكلم عليكم بعض الصراحة وإن أنا كنت لازم أسألهم أكيد أن أطعو وإن أنا أترجم لحبالك في البداية قلتلهم ليه ما كملتش أكثر من ست شهور؟ ليه الموضوع انتهى بدري؟ والسؤال الثاني قلتلو يمكن بعد قرار اللي جاء لك من الإدارة أن قرار إقالك أو إقالتك هل ما كنتش معطرد؟ هل اتكلمت مع الإدارة؟ هل اتكلمت مع الناس أن لازم نصبر علشان خاطر نحصل على نتائج؟ والكلام أكيد اللي حضراتكم عارفينه الخاص بإقالة أي مدير فني بعد ست شهور من توليه منصبه؟ أول حاجة، أي طبعاً يعني ما تسألنيش أنا أسأل الإدارة مشروع زي بيراميج هو مشروع مستقبله طويل المدى لازم الناس تكون عارفة ده ملخص الكلام اللي قاله قال لي الفلوس لوحدها مش هتعمل نتيجة المشروع ده محتاج سنة أو سنتين أو ثلاثة علشان تقدر تحصد اللي انت دفعته واللي انت عملته مع فريقك قال لي الفلوس لوحدها غير كافية أن انت تتحقق بطولات قال لي مجلس الإدارة أو رئيس النادي عايز نتيجة فورية وده ما بيحصلش في كرة القدم قال لي عندك لعيبة على أعلى مستوى عندك كل الإمكانيات والظروف اللي موجودة حواليك لكن ده مشروع من أول يوم أنا جيت فيه وأنا متفق معهم أو هم عارفين أن ده مشروع طويل مشروع مش هيكون عمره ستة شهور ولا سنة النادي بيراميج لعب نهائي واحد منذ تأسيسه أو منذ بداية اسمه الجديد لنهائي كاس مصر وده حاجة بالنسبة للبيراميج في وقت قليل ده حاجة كويسة لكن عمر ما تحصل على أي نتيجة فورية خالص في الوقت اللي الناس فكرت أن الفلوس هاي اللي ممكن تحقق بطولات أو تحقق نتائج وده اللي قاله مستر دي سابر إن رئيس النادي عايز نتائج في لحظتها يعني أشتري لعيب أحقق نتيجة في الوقت الحالي ده بالتفسير اللي أنا بحاول أفهم حضرتكم عليه يعني طيب، مستر دي سابر أريد أن أسألتك عن سيزن أو سيزن الماضي للبيراميج هم تحققوا مع رمضان صبحي، أحمد فتحي، شريف إكرامي الكثير من الأهل من الأهل وهم جيدين هل تعتقد أنك إذا كنت تحقق الماضي للبيراميج الماضي في الوقت الحالي هل تكون جيداً؟ أو يمكنك تحقق الماضي للجمع الأيجيبية مع هذا القوات؟ إنه مجموعة، إنه مجموعة، إنك تضع المعارضة جيدة وكتبت لك الكثير من المال سيستمر إذا فعلا يمكنك أن تحقق المعارضة وإذا سأسناك بعض الجميع ويجب أن أحقق بعض المعارضة لا أعلم لكن هذا المعارضة من جيدين إذا فعل الجميع المعارضة لا يجب أن تحقق دوري المصري قال لي أكيد طبعا لعيبة كويسة لكن مش اللعيبة لوحدها اللي تقدر تحقق لك كنجاحات وبطولات محتاج في الملعب يكون عندك بعض المعادلات ويكون عندك بعض الشخصيات اللي في الملعب اللي تحقق لك لقب الدولة وتحقق لك البطولات بشكل عام مستر دي سابر هاو دي سابر هاو دي ساييني ودرمضان صبحي أكس بلير وفالأهلي ونحن هو مجالي لقب البيرامد هل تعتقد أن البيرامد يحتاج لتحقق لتحقق لدرمضان صبحي؟ اه إنه صنع إنه صحيح؟ نعم نعم إنه ليس صحيح لكنه ليس صحيح لتحقق للميديا ونحن سيكون صحيح لتحقق لبيرامد ولكنه 100% إنه صحيح بين هادرسفيلد وبيرامد إنه صحيح سيكون صحيح وبيه سيكون صحيح بشيح 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 طيب سألتو في رأي رأيه الشخصي عن تعاقد رمضان صبحي مع بيرامد هل تشايف أن بيرامد محتاج رمضان صبحي أو رأيك في تعاقد بيرامد مع رمضان قال لي زي ما أنا قلتلك أكيد هو لعب كويس جدا اللاعب يقدر يلعب لك وينجر يلعب لك جناح يلعب لك تحت روس الحربة ممكن في بعض الوقات يلعب راس حربة لو أنت محتاجه لكن قال لي اللاعب الكبير اللي واحده في الملعب مش هو دا الحل محتاج معدلات محتاج شخصيات اللاعب الواحد مش هو دا اللي هيجيب لك البطولة وهو دا مش دا اللي هيحقق لك الإنجاز مستر ديسابر you were also the ex-coach of 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 الإسماعيلي and now الإسماعيلي sucked the the head coach and the assistant coach do you received any offers from إسماعيلي during the last period or maybe this week the last week the 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 previous days I know that you are a head coach now in France and you are doing a great job but maybe you had some offers from الإسماعيلي and maybe from إيجيب in general no for the moment I am focused on my club I under contract in France to the good good project a good challenge project because we we have a a a a a a a a in the top level and it's a challenge for me and after about about Egypt or other other country or national team I also had with some some offer but I I am not available in the moment I am focused on my job in France but maybe one one day I will come in Africa I think but he's not the moment for the he is not the moment for the moment I have been one day of what I have been in a in how I have I to I have been I have been أو في قراط أفلاقيا أو حتى في مصر سيد دي سابر هل قمت بعمل من الأهلي أو زمالك أن تكون المساعدين منهم أو ربما أحدهم صحيحة لا لم يكن أبدا سيد دي سابر لا إنها الماضي نعم لكن الماضي أحيانا إنها أهمية أحب أنني أحب أحب أن أجيب أحب أن أدخل أنني سأعود في هذا الملح لأنني فتباق ومع الناس ومع الناس ومع الناس هم فتاستيسي وأحب أن أحب مثل أفضل ومع الوقت أحب أن أدخل لكن سيد دي سابر نعلم أنك جيدة وكيف أنك جيدة لكن لست لم تتعالي سيد دي سابر الأهلي وأن زمالك كانت تتحدث معك وكذلك ربما كانت تتحدث لكنه كان الأهلي وزمالك أو ربما الأهلي أو ربما زمالك من كان تتحدث معك لاحظة ربما من بعض الناس أو بعض الناس لكنني أعلم أنه لم يكن أحب لكن الأهلي أو زمالك كانت تتحدث معك أو ربما كانت تتحدث تتحدث معك يمكننا أن نبدأ بعض المتحدثات بشكل صحيحة ولكن لن أردت أحد أصدقائي بشكل صحيح من زمالك أو حالي إن كنتم موجود في الإسماعيلي أو حتى منتخب أوغندا في مصر أو حتى معنادي البيراميد قال لي يمكن وكيلي بس كله كان كلام مش رسمي فأنا لم أضعش أجابك على السؤال ده فأنا أحاول أزنقه بشكل مختلف مستر دي سابر إذا كانت تحديث أن تكون المتحدث في إيجبت كيف تحديد أهري أول زمالك؟ لا، إنه لا ممكن لأي كيف تحديث؟ معنا أكثر مبارك في مطاقه فأنا أحاولكم ولو مددفعه كي أشعرت بالناسبة للعبة يوميا للعبة ومن ثم يتتلكتكي أحاولكم بالمشاركين يجب بشكل صحيح يتحصل لديهم أما تحديث يمكن أن يكون لديه هناك لديه مجدداً لكي أخبرتني كما قلت بذلك إنه إذا أصبح أحد يوم جميعاً لفعل مجدداً لكي أتقل لجميع المجدد لديه مجدداً لأعود في مجدداً مع المجدد المشكلة سيد دي سابد، أعتقد أن الاهلي لست عبدالله السعيد كمعبارة في المقارب؟ أريد أن أعطي؟ أعتقد أن الاهلي لست عبدالله السعيد كمعبارة في المجدد؟ أبداً سعيد أبداً سعيد نعم، أعتقد أن عندما تسعى أماماً أماماً، لن يكون محتاجة لأنه يريد أن أماماً موتيفاته ولكن نعم، عندما تسعى أماماً أماماً، هذا هو موضوع لأماماً حسنا، أنا سألت السؤال، هل أنت شاف أن الأهل خسر عبدالله السعيد؟ قال عبدالله السعيد واحد من العيبة الكبيرة جداً، اللعيبة اللي عندها مهارات فأنا بقوله شاف أن الأهل خسر عبدالله السعيد كلاعب صنع لعب قال لي أعتقد أن أنت لما تفقد لعب كبير، فأنت محتاج لعب تاني مكانه علشان يدي لك موتيفاته يعني يدي حماس ويدي للعيبة اللي موجودة، الطاقة اللي يعرفوا أن هم يلعبوا بيها وأكيد يتكلم عن عبدالله السعيد، قال لي واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في مصر فأنت أخيراً، إذا كنت لديك الموتيفة لتأخذ واحد لتأخذ معك في فرنسة، في قائمة الآخرية، كيف أخذتك؟ أخذت، أنا لدي الكثير من الممكن، لأن هناك الكثير من الموتيفات برني؟ إقام الأساتج، كان لديك الموتيفات، كان سيطر القائمة، كان يتكلم الناقضي المال، وقال ليس الوضع للقائمة؟ وأيضًا، كيف أصبح يمكن أن يتكلمين من نهار الأسفل؟ أما يتكلمين من الموتيفة، كان هناك العديد بالأخذة إلى القليل، وشكل كلما أنه في الصفة المتعام، مثل الثلاثة مع زامالك أعتقد أنه في المنزل ومن ثم الكثير من أجل ولكن لأني لا يمكن أن يأخذ أجل من أجل من أجل الثلاثة 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 يا دي سابر ت選بين دو أجل ت選بين محمد فاروق وإرق تراوري من الثلاثة الثلاثة من أجل سابر سأخذه من أجل إذا كان لدي أجل لا هناك الكثير من أجل ولكن أعتقد أنني قلت في الأول عبدالله سايد فاروق وإرق تراوري حسنا حسنا أجل أنك أجل من أجل من أجل في إيجبت عبدالله سايد محمد فاروق أريق تراوري هذه هي لأجل من أجل من أجل من أجل لعمل أفضل لجهود وفنانين لجهود على فنانين أفضل لجهود في أجيبت لجهود على الأجيب حسنا لجهود في صفحة شكرا لكي تناولي جيدا لجهود في منقاذك من قامكم والتأكيد ونظر لكي تتوقفون لجهود في أجيبت أو رجل من ثم شكرا لكي إنه مرحباً لك شكراً لك في الصندوق كل شوية لعيب بيعمل حاجات في الملعب صعب إن حد يعملها قال لي محمد فاروق لعيب بيهاجم وبيدافع وبيجيب أهداف بالله السعيد قال واحد من أهم الشخصات اللي موجودة في كرة القدم طيب قبل ما نروح للكابتن أحمد الأصاص نحرفه مهم جداً جداً معها خبرنا قال تحكيمي قال كابتن عادل عقل علشان نسأله عن حالة أو بعض الحالات التحكمية في مباراة الأهل يا دجلة يا كابتن برحب بحضرتك شلو عليكم عليكم السلام زي حضرتك كابتن عمر وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين وكل فريق العام طبعاً يعني أكيد طبعاً حالات تابعة مباراة الأهل يا دجلة وفي بعض الجدل في الحالات التحكمية هبدأ مع حضرتك بالهدف الخاص بديجلة هل حالك شايفه هدف صحيح ولا هدف غير صحيح زي ما كابتن جهد شايف الفار أه طبعاً نحن شايفين في الفترة الأخيرة أنه في نوع من الجدل والاختلاف بين الفار وبين حكام الساحة والعكس أنا شايف أننا لسا حتى الآن لم يكن هناك للفار التواجد اللي نقول بنأمل فيه وده طبعاً سببه أننا كان مدة التدريب تقريباً 38 يوم لجنة 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 كابتن جمال غندور لجنة سابقة ورفاقه 38 يوم غير كافيين في كل الدول اللي بدأت تطبق البار على أقل من 8 إلى 9 شهور وأعتقد أنه ده كان هفل كثير جداً 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 وكان على أقل هيأتي بسماره لقد عندنا أمل الفترة اللي جاءت بأفضل فترة اللي كابتن نتكلم بقى في الحالات طيب ضربة الجزاء طب بلاش ضربة الجزاء عشان أنا بكتب دمي ضربة الجزاء وبكتب الحالات بس الهدف الأول لدجلة هل الهدف الأول لدجلة هل هو أوفصايت ولا مش أوفصايت لا لا الهدف الأول لدجلة هدف 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 صحيح وهنا لازم يقول يعني نصل للقانون وبروتوكول الفار أن الأيضاب بيسمح أن الحكم الوحيد المساعد الوحيد اللي كان موجود في الملعب النهاردة كابتن محمودة برجال هو معه رخصة الإيفار ويمكن البروتوكول فيه لازم يشاركت بالها أن البروتوكول الفار والأيضاب بيسمح له أنه هو اللي يطلع اللي يروح للشاشة ويراجع مع خبينة الفار مش الكابتن جهاد جريشا اللي المفروض منوض دي أنه هو يروح في ركلات الجزاء في البطاقات الحمراء في مثل المثل هذه الحالة التي بتحصل داخل المفصيل الأخضر لكن في وجود محمودة رجال في الطاقم كنت أتمنى أن يكون هناك وعي وانطبق نص البروتوكول ويروح محمودة أبو رجال ويتناقش على شاشة المراجعة أعتقد كان يرجع محمودة أبو رجال ومتخذ قرار أن هدف صحيح لأن أبو رجال فعلا أشار بصحة الهدف والهدف صحيح وهذا هنا دجلة كانت تستحق هدف يا كابتن عمر هل يوجد تراكلة جزاء لنادي ودي دجلة؟ في ديئة 18 ديئة كان عمر في لك الجزاء صحيحة للادي دجلة للأسف هو ده اللي أنا بدأت بيه حديثي مع حضرتك لما قلت أن هناك جدال كبير وبين البار وبين حكم الساحة للغريب بقى في لك الجزاء تعتني دجلة في ديئة 18 وقت النتيجة لسه 0-0 لم يحتسبها كابتن جهات جريشة ولم يتدخل الفار يعني لم يحتسبها كابتن جهات جريشة ولم يتدخل الفار لاحتساب لك الجزاء وهنا ده قرار مسير للجدل ومسير للتساءل ولا كابتن جهات جريشة أشار عليها قال في لك الجزاء ولا تدخل كحكم ساحة لأنه هو صاحب القرر الأول والأخير ولا الفار بحقم الاتنين حتى اللي في الكبينة اللي هم كابتن رائل فرحان ومستطفى عصمان الاتنين حكم ساحة كنت أتمنى أن هم تدخلوا ويصببوا كابتن جهات جريشة تمام يعني ركل الجزاء يا كابتن عزيز تمام يا فنس تمام يا كابتن عزيز طيب رأي حضرتك بقى في تنفيذ ركلة الجزاء لمحمد مجدي أفشم كان فيه بعض الكلام اللي موجود على سوشال ميديا مواقع تقاصل اجتماعي على أن الكابتن عبد المنصف تحركه في وقت تنفيذ ركلة الجزاء يعني هل فعلا فيه عند حضرتك وجهة نظر أو شايف أن عرضك التنفيذ كان خاطئ وكابتن عبد المنصف تحرك قبل تنفيذ ركلة الجزاء وكان هنا يلزم على الكابتن جهاد جريشا وبرضو يا كابتن عمر على الفار أنه يتدخل كما حدث قبل كده من عمر الشناوي في مصر ودجلة برضو وتدخل عمر الشناوي كان حاكم فار وتدخل حسام حجاج برضو كان حاكم فار وتدخل في عادة ركبات هيجة زي طيب يعني لو تقيم حراتك لكابتن جهاد حالك شايف تقيمه ايه أنا شايف الكابتن جهاد النهاردة وهو واحد من أفضل حكامنا في الفترة الأخيرة لكن جاي كابتن جهاد رغم من خبراته اللي أنا أعتقد أن كابتن جهاد عنده أداء أفضل من كده وعنده مستوى أفضل من كده كابتن جهاد يمكن يكون متأثر معلشا كابتن عمر موضوع بيد خالص على التحكم متأثر بوضع في القائمة الدولية رقم اثنين بعد إبراهيم نور الدين فأعتقد أنه نزال متأثر بهذا القرار أو بهذا الترتيب اللي هو كان كان عنده أمل يكون رقم واحد علشان يمثل مصر في منديالة عشرين اثنين وعشرين شكرا كابتن عادل شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي كابتن عادل عقل الخبير التحكمي وده رأيه بالنسبة لمباراة الأهلي ودجلة في الحالات التحكمية المثيرة للجد هنروح لفاصل ونرجع نستقبل بعدها الكبس النقض الرياضي علشان نتكلم معاه في كواليس دوري الدرجة التانية يترى إيه لا يحصل من الأقرب للصعود وإيه ترى هل الهبوط هيتطبق أوه لا لا كل ما هنعرفه بعد الفاصل مع الكابتن أحمد الأصاص خليكوا دايما معي برحب بحضراتكم من جديد دوري الدرجة التانية يمكن دوري أعتقد أنه فعلا دوري المصاليم زي ما بيتقالع عليه حتى في متابعته محدش بيديد بحق مشوية إلا يعني القليل جدا من الناس وبالتالي لازم حق عليهم يكون لهم فقرة أو حلقة نتكلم عنهم ونعرف إيه اللي بيدور حتى في المتشاط الهددية حتى في التعاقدات إيه اللي هيتم في النظام الجديد هل آآ في صعود في هبوط كل دا هنعرفه من وحش الدرجة التانية الدوري الدرجة التانية الكابتن أحمد الأصاص برحب بحضرتك وحش الدوري الدرجة التانية بسم الله ومشاه الله ناقد ومدير كورة ومشرف بسم الله ومشاه الله يعني الدرجة التانية أخذها من أولها لأخيرها زي ما بيقول آآ دا من أيام كان جريد في مدار الرياضة بقى وإيه تخصص في دوري قسم التاني كملت دا كملت في المصر اليوم بقى برد تخصص القسم التاني وخلاص ما شكرا دلاتي يعني الدوري الممتاز بيتلعب عايز أعرف بقى من حضرتك استعدادات الفرق اللي في الدوري درجة التانية عندنا تلاف مجموعات اللي فيها بتستعد ازاي هنقول الأول أهم الأخبار اللي ممكن نفرد بها في البرنامج من خلال اللجن اللي بتدير آآ قرط القدم تمام نيجي عند لجنة حكام كان فيه اتصال تليفوني بينه ودكتور عزب حجاج من شوية رئيس اللجنة مع الكابتن واجي أحمد وقال لي احنا بدأنا خلاص نجاهز حكام الدرجة التانية عشرين حكم سيتم تساعدهم من القسم الثالث والرابع لإدارة مباراة القسم الثاني العشرين حجام دورت حيبدأوا من بكرة إجراء المسحات في المناطق في جميع محافظات مطر بعد كده حيجوا هنا على القاهرة الدكتور عزب مع كابتن واجي أحمد يبدأوا بعض الدورات التسقيفية معاهم عن طبيعة بقى دور القسم الثاني ومدى هم طبعا رؤية قدامهم العشرين حجام دورت حيساعدوا من بقى الحكام الخبرة الدوليين إبراهيم نردين على محمد خاطر على الحنفي على البن على أحمد الغندور كل حكام اللي تقال دولت دول حيشاركوا في إدارة الخمس مباراة المتبقية من دور القسم الثاني هيخلي الحكام الخبرة للمباراة الصعبة اللي حيكون فيها مشاكل وحيخلي الحكام اللي هي طلع جديد لأن عندك السنة الجاية حوالي خمستاشر حكم منهم الدوليين والخبرة الكبار حيتعدوا سن الخمسة واربئين سنة يعني عندك خمستاشر حكم من الخبرة دول حيعتزل الموسم الجاية خلاص بلغوا سن التقاط خمسة واربئين وحيطلعهم دي حتسبب يعني ممكن ورد ورد لكن ممكن تمدل بعض الحكام ممكن طبعا حسب بقى رؤية كل اللياقة اللياقة بقى حاجات كتير حاجات كتير وهل بقى انت عندك بس اشك مع مع لجنة الدكتور عزب حجاج وجيه احمد انا بقولك يعني اسماء كتير كبار مسا كل لجنة ديت كان فيه مشاكل كل يوم ده حقيقي على اقل الدكتور عزب حجاج وجيه احمد المشاكل التحكمية بتاعتهم لم تتعدى المباراة ديت 30% اثبتوا جادارة غير عادية في ادارة لجنة الحكام عكس الاسماء طبعا الكبيرة اللي انت عرفها كانت عاملة مشاكل في كل مكان لكن دولة بصراحة دول اسمهم الجنود المجهولين لللجنة لانهم مطولوا عبرهم في اللجنة حاجة تانية وده من يعني من اولويات او اساسيات دكتور عزب حجاج وجيه احمد ايه هي خلال ساعات حيتم صرف 2 مليون جنيه مستحقات الحكام عن شهر 8 طب الحاجة حلوة ده بيودينا الحاجة ان اللجنة منتظمة في سداد مستحقات الحكام عكس الاسماء ياخد سنة واثنين ما صرفش مستحقات الحكام وده حاجة تحسب للجنة طيب ده بالنسبة للهم ندخل بقى لجنة المسابقات قسم التانية طيب ناخد من الاهم فالاهم فالاهم طيب نبدأ بايه؟ نبدأ لول لجنة المسابقات قسم التانية تمام خلاص بعت شروط المباريات منها طبعا نفس الدوري ممتاز خمس تغييرات لكن في اعتراض من الاندية على بندين اه اول بند كل خمس مباريات كل خمس ايام ماتش مش كل اسبوع يعني الاندية عايزة كل اسبوع مباراة لجنة الخماسية او لجنة القسم التاني اللي مسؤولة عن البطولة بشكل عام عايزة كل خمس ماتشاط يكون في مباراة الاساس خالد كامل طبعا شفاها الله وعفال ان هو اجرع ملاجر حيه الف سلام عليه يرجع يدير اللجنة تاني ومعها محمد احمد السكرتير هو الكابتن خالد قال للحتادي يعني هو الضحالي هو ده المستحة الاندية هو لازم يضغط المباريات لان حيبدأ عشرين تسعة حينتهي عشرين عشرة حيبدأ عشرين حداشرة موسم الجديد ممكن تحصل لك ازمات في عشرين حداشرة لو لو حصل ان لجنة الخماسية لغت قرار الهبوط هيبقى عندك طب هل قرار يتلغى رسمي ولا لسه لا لسه ما تلغش طب هاي طب الارب في الكهوليس انا بقولك في الكهوليس الارب الغالب حلو لكن هو حيفضل يعلق القرار ده عشان ما يحصلش بعض الشبهات في بعض المباراة الخامسة المتبقية دي هو بيضمن القوة والصرامة والحزم في الحاجات دي تمام فالنهاردة اللجنة ده اول قرار هلما معترضين عليه اللي هو الخمس مباراة طيب ايه هو انا بقى بقول لرئيس النادي والمدرب لو انت مش قادر توقف لعيبتك في الفترة دي ان هو يقدر يشيل خمس مباراة يبقى انت لو تصلح انك انت تشيل فرقة الموسم اللي جاي لان ممكن الدوري تزيد عدد الاندية من 12 في كل مجموعة الى 14 ال 16 لو زادت ال 12 يبقى انت عايز 6 شهور يبقى انت حتنهي الدوري في شهر خمسة عمر اللجنة ما بتنهي دورياتها عموما الا قبل رمضان فعشان تنهي قبل رمضان يبقى في شهر ربعة يبقى ممكن اللجنة تلجئ للقرار التاني اول ان هو يزود 16 وال 16 يعود سباح شهور اللجنة هنا ممكن تضطر انها تعمل ايه تلعب لك كل 3 او 4 ايام مباراة هنا فين بقى المدير الفني اللي ما قدرش يوقف لعيبته فني وبدنيا على رجله للمرور من خمس مباراة هيقدر المدرب ده نفسه يوقف اللعيبة ديت لدوري طويل 28 ماتش على سلط الشهور اشك في الكلام ده طيب ده 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 اول قرار تاني بقى قرار ركا تاني قرار هو فيه ستة على دكة البودلاء الكل المعترض عايز 8 طب انت عايز 8 ليه ما هو المدير الفني والمدرب العام والطبيب والاداري بس خلاص يعني ستة اشخاص مش ستة لعيبة هم معترضين على عدد على عدد الاشخاص اللي موجودين من مدير فني لمدير كورة لمساعد مدرب لدكتور للكلام ده كله بالزبط هم عايزين 8 واللجنة او القسم التاني من هم يديروا القسم التاني بيقولوا ان هم عايزين ستة صح كده؟ بالزبط بس دي خلافات اعتقد ان الموضوع يعني اصلايا ما استهيلش ما انت عندك لو عندك 2 زيادة او الدكتور بيساعدوا 2-3 ما هو ممكن تحصل حدثة جامدة لعيب كورة اصابة قوية بلأ لسان خليك في المدرج وفي حالة الاحتياج مع الجهاز الطب بينزل الملعب بيتحوله ودخل الملعب يعني ماشي معضلة لاعتراض الانديه انا بشوف ان اعتراض الانديه تقسم التاني على قرارات ضعيفة او ما تستهيلش ده تضيئة للوقت يعني ما بتفرغوش للمضمون هم بيتفرغوا للفرعيات اللي ملاشي لازمة عايزين اشتغل بروفيشنال سوية خاصة في القسم التاني لسه ما حدش اهتم بيه المنتج ده لو حد اهتم بيه وتلعب على ملاعب كويسة وتصرف عليه كويس والتحادات كلها مختلفة اهتمت بيه حيجيب لك راعي واثنين وثلاثة وحكسب الانديه حكسب التحادات كلها ده بالنسبة لأول حاجة التاني حاجة 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 نتكلم عليه الحابب نتكلم على بشكل الاستعدادات الخاصة بالانديه الدوري درجة تاني اللعب ومتشاط ودية الظروف عاملة ازاي هل المساحات كل حاجة ماشي بشكل كويس هل بدأوا ما بدأوش كواليس كتيرة في دوري الدرجة تاني كل الاول هنتكلم في حاجة المباراة الاول اللي تلعبت عشان الناس تبقى عارفة ايه اللي حصل بيه له مع المنصورة الدين اتنين الالومبي على دولفي تلاتة صفر الحمام على برج العرب سبعة صفر ابو اير واحد واحد مع الرجاء بريت المحلة على شباب دوميات تلاتة صفر الاقلميين واحد واحد مع شرقال الدخان الترسانة اتنين صفر مع الشركة المتحدة كوكاكولا اتنين اتنين مع اتحاد الشرطة كوكاكولا واحد 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 جمهورية شبين مع جمهورية شبين تمام الشرطة. ده اهم احنا تلعب لغد الوقت اربعين ماتش. دول اهم الاربعين ماتش. احنا عندنا ماتشات تانية نتائج مباراة كتيرة. لكن طبعا مش هنورب حالة. نعم. احنا بنقول اهم المباراة اللي موجودة عندنا. طيب. اه يعني طب انا عايزة اسأل حراك سؤال كده ايه? يعني بما ان احنا بناخد الاهم فالاهم فالاهم. اه هالحراك عندك طاقعات مين اللي ممكن يسعد للدوري ممتاز المسلم اللي جاي? لو تكلمنا مش بس ورقيا او حتى كمراكز قدامنا. لا لو هنتكلم على الاقرب من وجهة نظر حراك بما ان في ماتشات لسه خمس ماتشات فممكن يكون في بعض الصعوبات اللي ممكن تواجه الفرع. يعني مش هتقدر تقول ليه? مجموعة القاهرة شايف انها تحسمت مجموعة بحر مجموعة السعيد. ما تقدرش تقول ليه? طب ترشح لي مسلا فرقتين. يعني الاقرب سيراميكا جروباطر. ليه بقى? في مجموعة القاهرة. انا بقول سيراميكا جروباطر ليه? هم عندهم افضل منظومة ادارية موجودة في مصر. هم. يعني عنده جهاز فني تم اختياره بدقة شديدة. هم. معتزر بطاو مدير الكورة بيدير ادارة ما هو هنا ممكن يجي لك مدير كورة زي معتزر بطاو. هم. زي واقل حبيب كان هو اللي صنع الاساس في من السوفر متصدر حاليا. هم. صاحب الانتصارات دي هت واقل حبيب. تمام. زي احمد نبيل في اناد ابو اير. هم. زي عاطف حنا في فرقه. ممكن يجي لك مدير كورة يغير المنظومة بحاليا. يبقى معاك مدرب عشر عشر. شغل اعداد ولعيبة وعى الخط اشتغل كويس. ولكن تقع منه حاجات ما عندهش مدير كورة. كورة قوي. ما انت ايه مواصفات مدير الكورة? هم. لازم يكون قوي وعلى مجلس ادارة. هم. لو ما كانش قوي. وليه وصول ليه القرار. وصاحب القرار. ما هو دلوقتي ابن احمد لو هو مجلس الادارة جاي مدير كورة. هو عايز ينجح. طب هو لو هو عنده اعتراضات. هيجيبه ليه من الاول. ما انا هقول لك بقى. احيانا وحاولك سابقين في المية. مجالس الادارات فيها بعد الشبهات. مع مديرين الكورة. هم. يعني بتصل الاحيان في الاحيان ان هو بيزود في بدلات الاندخالات. بيزود في الفنادق اللي برا. هم. بيزود في قود اللقيبة من تحت ترابيزة ومن فوق ترابيزة. هم. عشان كده هو ما بجيبش مدير كورة قوي. لكن النادي. يعني مدير كورة ياكل عيش. ياكل عيش. ماشي. عشان برضو مسئولين. ام. في النادي حسين اكل عيش. ام. ما دي منظومة ما انا بقول لك المنظومة بتاعتنا. يعني احيانا فريق يصرف تمانية تسعة مليون. هو لو تيجي انت تحسب مصرفاته الاساسية. ما يوصلش المبلغ ده. ما يتعدش ان المليون. ام. هو ندى منور السنة دي. انا كنت ماسك اشراف على الكورة في اول لجنة. ده حالي. ومعايا كابتل رقوف الحوش الحاكم الدولي. ام. وحطيت سياسة في اول السيزون. ام. واعدت على قول ترابيز مجلس زارة. المجلس كله ما كانش عايز كمال فريد. المدارب الحالي بياخد 8000 جنيه. ام. 8000 جنيه مرتبة. رفض المجلس كله. قلت لهم يا كمال فريدي حنمشي. ام. ده ابن البلد. انا واثق نحي امليه مع البلد. انا واثق نده مدارب موهوب. ام. فعلا راضوني خلاص ورافضوا انهم ان انا اا يعني ما اكملش الجلسة. وقالوا هنجيب كمال فريد. وجبت اتنين من ابناء البلد. ام. هم. هم برضو موجودين مع كمال فريد. كمال فريد كان بياخد كم? لغيت النهاردة 8000 جنيه. ام. كان موجود كابتل القماش. ام. اه قبل كمال فريد كان بياخد ستين الف. ام. شوف الفريقة دي. بياخد عشر اضعاف. ام. وعشان كده عايز اقولك لحاجة مهمة جدا. ام. عندنا يا رشدة لعلاج تبعيات كورونا الموسم اللي جاي. ام. لو الاندية بس تشتغل كده بعقل. وتبدأ تدرس. تقول لي اهم نقطة بسرعة كده? اهم نقطة. انت اهم بند عندك في الميزانية بتاعة الكورة ايه? ام. شراء اللعيب. صحيح. ابدأ كاندية زي رجام عمل. وزي الحج محمد مسلح من عمل في الاتحاد وهو كابتن طلعت يوسف. صعده خمس ناشئين. والرجاء صعد ست ناشئين. تبدأ الاندية دية توفر اه الفصرف على اللاعبين المغتربين. ويصعد ناشئين من عند. على الاقل لو صعد له خمس ناشئين. ام. واشترى ثلاثة او جابهم اعارة من نادي قريب منه بيلعب في الممتاز. يبقى حيوفر ميزانية كبيرة. ادي اول عناصر التوفير في كورة ايه الموسم الجالة هو اعتمد على الناشئين بتوع. ام. لكن هو عنده قطاع ناشئين فاسد. ام. وما بيشتغلش. ام. وكله معزم قطاعات الناشئين بتسترزق. وكله بياخد فلوس ايه العيب دلوقتي. بقى كل معزم الاندية. مشهورا ان هو بياخد فلوس من تحت ربزة من فوق ربزة. نمرة اتنين. ام. انا النهاردة ابدأ اعتمد اقلة زي كمال فريد كده. ماجيبش لمدير الفن المخترب. لأ اجيب ابن البلد. ام. كان بتاخد الانباش كان بياخد ستين. كمال فريد بياخد تمانين. ام. لأ انا زود شوية خمستاشر. واصرف بشكل ثابت لكمال فريد. ام. مش هيكلف معاي الجهاز كله تلاتين الف. يعني احراك بتنصح ان الاندية تعتمد على ابناء. ايه تعتمد على الابناء وعلى الناشئين. والدليل. عشان توفر. والدليل بقى. ام. ان المنصورة صعد بابناء وانتفاكر ايام الكابت المرحوم حسن بجات. ام. الاولمبي صعد بابناءه ايام الكابت البوري. ام. اجيال ده اقوى الكاسوة. عد اجيال كانوا ابناء الاولمبي. ام. اللي نادم النهور صعد تلات اربع مرات ابناءه. بس. نادي بلدية المحلة. ام. صعد مع الكابت نحمد شعراوي. الله دي صحة. مع ابناء مين? جاب ايه? جاب اكرم عبدالي جيد بودونجة وكل زر حالة. من قرى المحلة. طيب هل ده كانت نحمد اللي خلى ان الاندية الجماهرية او الاندية الشعبية ما يكونش لها تواجد يمكن حبرتك عامل احصائية. بتبين فيها ام اخر مرة الاندية كانت موجودة امتها في الدورة الممتاز. هل ده لي علاقة بالاستراتيجية اللي حق بتتكلم عليها? اه. ان عشان تبقى موجود في الدورة الممتاز كندي شعبي او كندي بينافس. لازم تعتمد على اولاد البلد. لازم تعتمد على ناشئين. وده اللي خلى الاندية تبتعد. الاندية الجماهرية الاندية الشعبية تبتعد عن الدورة الممتاز? اه. حنقول لها في النقطة دي. بس اكمل البنود التانية. ام. اللي هي بتاعت رشدة العلاج السنة الجاية. طيب. النهاردة الانتقالات. الرئيس اللهم صلى على نبيه. عمل شبكة شبكة الطرق. هي الاروح في العالم دلوقتي. ام. بلاش بقى ناخد اتوباسات خاصة. ونسافر بقى تكلفة. لأ نركب القطر. والبلد اللي ان رايحه. ابعت الادارة يحجز لي. اتنموا كرباز. يقضوا معي الباتش اللي تنباتش ورجعهم. ام. نمنا اتنين. تلاتة. كل الناس كانت بتستفيد من المبيت في الفنادق الكبيرة. ام. في المحافظات. انا عارف طبعا الكلام ده وعنده عندها كمان. كانوا بيباتوا هناك بتكلفة. لو التكلفة عشرين الف جنيه. يقول له اعمل فواتي بربقين الف جنيه. عشان حيقسم معه مسؤولين عنده. يبقى نعملين النهاردة. ما ما نمشي في قتلات كبيرة. انا المدير الكورة عندي او الاداري. يبدأ يتصل بنزل الشباب. زي ما عندنا في دامانور كده. نزل شباب خمس نجوم. وبملاليم. لعبة دامانور بيباتوا فيه احيانا. ده ممكن ساكس وان معلش. هلأ عقلية اللعب المصري يستحمل. انا رجل كنت بالعب برا مصر. احترافته شوية في الدورة البلجيك يعني. واحترافته بعدها في فنلندن. انا يوم الماتش مكان شيء معسكر. هلأ ده كده? انا ايه المشكلة? يعني انا مسلا عندي عندي مسلا مباراة. انا بالعب في الاتحاد السكندري مسلا في اسكندرية. وعندي مباراة بكرة على السادة اسكندرية. طب ايه المشكلة ان انا انا بتكلم على الدرجة تانية بس بديلك مثال بنادي الاتحاد مسلا. انا ايه المشكلة لما بات في بيتي? وانحنا نتجمع تاني يوم على الغابة. لا المشكلة مش في اللاعب. المشكلة في اللي عايز يوفر او يعني المافيط. مش عايز اللي عايزة اللي عايزة تتربح من كده. ما هو عايزة اوتيل عشان ياخد منه. عايز اه 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 توبيس كبير عشان ياخد منه. ما هو بياخد اعمالات. لا لا كل ده موجود. ده كابتن علاء نوح. الموضوع يعني بسيط مش. كابتن علاء نوح قال لي على حاجة. موجود كابتن علاء نوح كان ماسك نادي السكندري. مين سنتين. قال لي في لها ايه بنا عايزه. من نادي معاين في المجموعة بتاعتنا مجموعة بحث. عطتلي النادي عشان هو كان مضي النادي تاني اعارة. عطتلو خمسين الف. طول يا ابن مضي النادي ده. على اصال امانة. مم. وهدتلي الاعارة بتاعلي. عطالو قال له خلاص خد الاعارة مش هنمدلك على اصال امانة. وخدلي خمسين الف. بص يعني يعني كل حاجة بتحصل في القسم التاني. طول ما انت ما بتشتغلش بما يرضي ربنا. انا بقول لك نادي ده منهول لما حطنا السياسة. السنة دي ما صرفش اتنين مليون جنيه. مم. ما صرفش. وهو متصدر مجموعة. مم. وبايه? مم. ده انا جبت انا وكمال فريد. بعض اللقيبة لم تتعدى تلتمائة الف جنيه. هيبقى السنة تجيب مليئين. مم. فانت النهار ده بتشتغل في منظومة معلش يا عمر عايزين ندوس عالجلح شوية. احنا بقت منظومة معظمها فيها مفيا. مم. بتتربح في كل حاجة في كونة القدمة. في الملابس الرياضية. في الانتقالات. في البدلات. اعتقد لك اتنين احمد انا وكتنظري شاف ان الفترة اللي جاية هيكون فيها تنظيف كبير جدا من اي حد فاسد ممكن يبقى موجود في المنظومة الرياضية. مصر دولة كبيرة. وزي ما رئيس في يعمل. ان هو بيطهر كل الاجهزة اللي موجودة. وكل المنشآت وكل العمالة. كل حاجة في الدولة اعتقد ان الوضع اختلف تماما عن قبل كده. مم. وجهة دور على المنظومة الرياضية ان هي. اه. يرحل او يعني يتجازة كل من هو فاسد في المنظومة الرياضية. اللي مش هشتغل بما يرضي الله. اللي مش هيكون عايز مصلحة نادي. اللي مش هيكون عايز ان هو ينهض يعني باهل البلد والنادي اللي هو بيشتغل وبياكل منه عيش. فانا اعتقد ان ده ممكن يحصل بشكل جميل الفترة اللي جاي. هو ليه الاندية دي دي. اندية من عشر سنين مساعدة. طب. لأ دي احنا بس انشان نفكر ان هزلوقتي فيه احصائي احراك عملها الاندية الشعبية اللي اخر مرة كانت موجودة في الدورة الممتاز واللي احنا اكيد بنفتقد. من عشر سنين. اه يعني عشر سنين اعتقد سترة كبيرة جدا. واحنا بنفتقد وجودهم في الدورة الممتاز عشان حراك عارف يعني. الجماهير في الكورة دايما بتعمل شغف كبير. اه. ايه بقى قولي اللي اقول لكابتن الاندية والاحصائي اللي حراك عملها. اه بني سويف. اخر موسب كان خمسة ستة وتسعين. اه. صهاج الفين واحد الفين واتنين. منتخب السويس سبعة وتسعين. اه. جمهورية شيبين ستة وتسعين. المريخ البورسعيد ستة وتسعين. اه. الترسانة الفين وثمانية. برいうことب المحلة الفين و سبعة. الاولمبي الفين وثمانية. اه. ضمياط خمسة وتسعين. كفر الشيخ ستة وتسعين. كل ادي ان دي عريض اللا ومعك ايه. كفر الشيخ وضمياط فى القسم التاله. اه. بس طبعا خلاص اقتربciplinary كفر شيخ يعني مستعود لدورة قسمة تاني لكن اما ينزل دوميواط وكفر الشيخ اندي عريقة لعبي يعني كابتن محمد عامر ولي عيب عمال قوعة وحميد باسوني طلعوا من كفر الشيخ. طبعا. اه اه ايه بقى ايه بقى طلعوا ايام ايه بقى. لا احنا حنقول عليه اوه. مجلس الادارات النهاردة ما بتدريك شي ان كورة القدم اصبحت صناعة. اه. وتحتاج للتطوير. اه. وتنمية الموارد المادية. اه. لمواجهة خاصة. اه. لمواجهة توفان عندية الشركات. اه. يبقى لازم مجالس الادارات اللي حط قدي على خدها تفكر ازاي تستثمر عندها. اه. ما انت عندك نادي زي المنصورة زي ده منهول. فيه ايه في مش حق مساحات كتير هتشتع. ما نحتاج ما نستعين بخبراء استكتوريين. ويستثمروا في الان دي بتاعتنا. ويقضوا اجرع كلمة موجود في مصر. ليه زي زي مين بالزبط? زي اللي حصل فين? زي ما حصل في الالومبي. كان المهندس احمل عفيفيه. وجاء كمل بصراحة المهندس طرق السيد. خلى الالومبي اللي هو اصغر مساحة في مصر. النهاردة بيجيب بضخ موارد نادي الالومبي تقريبا يعني كمان سنوان لحاجة الالومبي يكتفي صرف على جميعنا عن شده من الموارد بتاعه. ان شاء الله. وهو نادي مساحته كلها صغر. نادي بريت المحلة بصراحة. الحاجة مصطفى السامو رئيس النادي ومعه مصطفى الشامي. طبعا. عمل وطفرة انشائية ما حصلتش في تاريخ البلدية. البلدية كان فيه السنة اللي فاتت حوالي ما يقرب من اعشرين مليون جنيه فقط. بسم الله ما شاء الله. اه يعني جات ازمة كورونا برضو اثرت على النادي البلدية او كده. نادي السويس ميدو ليل. عمل النهاردة محلات ممكن كمان سنة. حتدخل المحلات ديت حل طبعا باحها في المزاد. ممكن توفر لدي سنة يعني شهريا خمسة مليون جنيه. بسم الله ما شاء الله. كل ديت الناس بدأت تفكر في يعني على الواقع الاخر بقى. خرج السندوق بقى. نطلع بقى من ايه? ما هو اللي ازل انداد ايه? اه مفيش تفكير في الصناعة. مفيش تفكير في تطوير. مفيش تفكير ان انا ازاي ادير داخل الانديها بتاعتي. نمر اتنين بقى. عدم الاهتمام بقطاعات النشئين. بقى قطاعات النشئين من الاخر. سابعين في المية اللي بيمسك قطاعات النشئين مش الكفاءات. لا. اللي بيمسك دات رئيس مجلس دارة نجح. خلاص بيجيب له الناس اللي كانت حواليه بتسنده. ممكن يكونوا تلاتين اربعين في المية فنيات. ويديروا الانديها قطاعات النشئين. ما هو ده اللي هو الدنف ده. لكن لو انت عندك قطاعات نشئين. منضبطة قوية. تقدر تجوب المراكز ده كان انا فاكر عم عسكرا في ده ما تعرفوش عارفوا الكابتل ربيع. ده كابتل ربيع لما جاء جاء درب ده منهور. هو اللي طلب جده. ما هو جده تباع من عنده. انت عارف يا كابتان احنا بمناسبة جده. اه. جده كان بيلعب في ده منهور. الناس ما تعرفوش ان الكابتل ربيع عشرين هو اول واحد في مصر تقريبا. يعني اكتشف محمد ناجي جده. جده يمكن كان في مباراة. ده منهور وطنطة. فدي كانت مباراة الدوربي او مباراة القمة. مزين ده منهور وطنطة كانت في ملعب طنطة وده منهور. كسب بالمباراة دي اتنين واحد كان ايمن محبة هو اللي جاب هدف الفوز. اه. انا كنت صغير فقدم اروح بفرعة. جده كن عنده اه. فانا مش متخال اني ممكن مدير فني يسمح للاعب ان يروح امتحان. ويقول له خلص امتحان وتعالى والماطس الشغاله. اول لما يوصل يخليه يغير وينزل تبديل. جده يا كابتن انا عندي كشفات اه خاصة ببضمنهور واخد مكافأة خمستاشر جنيه. اه. مكسب واخد خمستاشر جنيه. اه. يعني ده من ضمن الحاجات اللي انا لما اجي حرك فكرتني بجده. يعني موضوع كابتن كتف ضمنهور ولا بكادة كابتن ربيع من دير فني. كان بقى للقليل كان الدنيا بتمشي وكان بينافس على 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 الصعود وكان عامل مع الكروم ومع طانطا موسم رائع جدا. افضل مواسم لده منهور. مع الكابتن الربيع. بس جده ده كان كان كان. عارف بقى هنا بقى هتاخدنا النقطة دي نقطة مهمة جدا. اه. مين جاب جده لده منهور وجاب مجموعة. اصطفق ديه بقى. اللي حضرت قلت عليه كابتن. كابتن حسين الكومة اللي هرحمه. عزين الكومة اوكي. ده ابن البحيرة وعميد التدريب البحروي. اه. راح عوش عيسى واكتشف جده كان فيه محمد الحصاف درويش كان امين صندوق منطقة اللي بقى الكرد القدم. اه. وقال لكابتن العسين تعالى فيه اتنين لقيب احاك تصالوا الدنيا. اه. خد جده وخد مصطفى بديوي من حوش عيسى لدمرور. اه. مين اللي اصقل مهمته من تدريبية? اه. كابتن ربيع عسين. اه. وقف جده على الليه كلعيب كورة لعيب كورة. هو مصطفى بديوي. بعد كده جمع حمود المسيري. رئيس النادي طلبه هشام الترك كان امين صندوق اه نادة عاد سكندري. اه. طلبه اللعيب وصل جده كان اغلى صفقة في تاريخ ضمانة. طبعا. بعد الاتحاد سكندري. بعد الاتحاد سكندري. بعد الاتحاد سكندري. بعد الاتحاد وبعدها راح الاهل وعكده ربنا فتح عليه. طيب قول لك ابتن بقى. اه. سريعا. مجموعة الصعيد. احنا عندنا بني سويف في المركز الاول. خمسة وتلاتين نقطة. بيتساوم على البنك الاهلي. خمسة وتلاتين بعدهم الالمونيوم. اتنين وتلاتين نقطة. شبان انا واحد وتلاتين نقطة. احنا بنتكلم من الاول للرابع. فرص كبيرة جدا. للصعود اي واحده. متبقي خمس مطشط. طبعا. بترول اسيوت. تليفونات بني سويف. سهاج المين. الاعلاميين. الفيوم دايرو التهدد. ده بالنسبة لمجموعة الصعيد. لسهنا بقى الفيوم. اه. الاعلاميين المينيا سواج. الفيوم الاعلاميين مينيا سواج. بس احنا ايه. بس احنا احنا قلنا ما فيش هبوط خلاص. احنا حنقول حنمشي. اه اوكي. احنا عايزين نعالج السلبيات. اه هو بعد القرار بنفس الشروط ايه. بداية المسابقة. لحينش على اخر بقى. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ان اربع عنديه. لك انا بوريك انا حاجة. انهما بينفسوا. اه. اه. بني سويف والبنك الاهلي والموني وماشر ببنقنا. صح كده? اه. طيب مجموعة القاهرة. قول لي بقى حالاك كده الفرة احنا عندنا سراميكا كليباترا والداخلية. وبيتروجيت. هما دول الاقرب في النقاط لكن يجي بعد يوم منتخب السويس خمسة وعشرين اه. لا صعب صعب. صعب ها? طيب احنا نتكلم في ثلاث فرة. سراميكا والداخلية وبيتروجيت. والثلاثة بقى الطريف ان عندهم اخر ثلاثة مباراة على معلعاب. اه. فالنوضوع الناس بقى المساعدة. عايزة بقى ايه? تحكيم ورقابة ولجنة المسابقات. اه نستقول لك لجنة المسابقات كمان اه مش هتدفع بي وهي ولجنة الحكام. اه. مش هيدفعوا بالمرأبين اللي هما الجدد. لا حيدفعوا بالمرأب بالمرأبين الحكام والمسابقات اللي هما عندهم خبرة. اه. اللي اقدرهم يعني يديلوا مباراة دات بقوة وبصرامة بحزن. تمام مجموعة بحري اه مجموعة اسكندرية. ده منهور. ده منهور غزل المحلة فاركو. ده منهور تلاتة وتلاتين. غزل المحلة اتنين وتلاتين بيتساوى مع فاركو. والمنصورة تلاتين. دولا الاربع فرق كابتن احمد اللي هما بيتنافسوا على الصعود. صح كده? اه. بالزبط. انت شايف منهم الارب. يا هل في اارب بحكم المطشوط اللي موجودة الخمس مطشوط مين هلعب على ملعبه? مين هلعب برا ملعبه? ولا الموضوع. يعني انا باقول برضو الموضوع صعب لانك انت اصلاح اربع عنديك جمهرية. كل نادي ليه معطيات مختلفة. اه. لكن المنصورة تقلق لانه حيلعب مع فرق خارج المنافسة. اه. لكن ده منهور والمحلة وفاركو. هتلعب مع بعضها كلها. يعني اصلاح راك انه ممكن نلاقي المنصورة موجود في المركز الاول. لانه هو حيلعب مع عنديها ايه بقى. يعني اذا ما نهوره وغزل المحلة فاركو عندهم متشوط اصعب من المنصور. بالزبط. لكن التلاتة دول بقى مين اللي يقدر ينافس وينافس بخوة. ممكن اقولك الامكانات المادية. لأ. المدرب الشاطر اللي حيقدر يوقف لعيبته. فنيا وبدنيا الفترة دية قبل مباراة. المدرب الشاطر لو وقف لعيبته صح فانه بدنيا. لأ ده حيتغلب على كل حاجة. وده حيبقى ليه الافضلية في المنافسة على الصورة. ده دي درجة تلتة حابب حابب نتكلم عليها كده ونديها حقاعة عشان خاطر برضو من المناسب من المسابقات المهمة جدا اللي بتطلع العيب وطلع عنديها. وفيه كمان عنديها تقيلة موجودة في درجة تلتة. ندخل بقى على المجموعة الاولى عشان ايه. آآ سائل المجموعة الاولى. كيمة اصوان اربعة واربعين. النص التعدين تلاتة واربعين. مركز شباب الزهراء تلاتة واربعين. ده المجموعة الاولى. مم. متبقى جولتين في المجموعة دي جات. سمام. كيمة اصوان وشبان انا. آآ كيمة اصوان حيلعب مع شبان اثنى والأوصل. مم. داخل وداخل. النص التعدين حيلعب مع الأوصل وبالريش. النص التعدين برضو حيلعب خارج وداخل. مركز شباب الزهراء حيلعب مع ايدفو وهلال آآ اصوان. المجموعة التانية سوهاج حسمت بصعود نادي انا براسية خمسين نقطة. وفارق تسع نقطة عن قفط صاحب المركز التاني. المجموعة التالتة ليه اصوط حسمت بصعود نادي اسمانت السويس براسية خمسة واربعين نقطة. بفارق تسع نقاط عن صاحب المركز التاني مركز شباب ناصر ملوي. اللي كان عنده ستة وتلاتين نقطة. وبقى متبقي مبارتين او جولتين رغم صعود نادي اسمانت السويس. المجموعة الرابعة. الترتيب العاملين براس غارب تلاتة واربعين. سماسطة اتنين واربعين. مطر طارس واحد واربعين. متبقي جولتين. المجموعة الخمسة. الشراء الدخان تسع وخمسين نقطة. المصرات صلاة ستة وخمسين نقطة. تقول المجموعات اللي فيها عندية مهمة اللي بي نفسه. يعني حالك بتكمل المجموعات. اه. دي المجموعة الكامل خمسة. دي المجموعة الخمسة. طيب تقولي المجموعات اللي بعد كده بس الاندية او اللي فيها منافسة جمدة جديدة عشان قطر. ماشي. نلحق ناخدهم كلهم في نفس الوقت. الوقت ما اجليش. ماشي. السك الحديد بقى قايرة. اه. خمسين نقطة. البرازة الخمسة واربعين. اه. مصر التعامل اربعة واربعين. اه. متبقى ثلاث جولات. ماشي. اه نقول له برضو ايه. لا المباراة القوية. اه المجموعة التامة كافر الشيخ. سعد كافر الشيخ برسيد 59 نقطة. بفريق تم النقاط عن سنة المحلة. برسيد 51 نقطة. المجموعة التسعة الدقالية. سعد من المجموعة بنائبيت برسيد 5 و50 نقطة. ومتبقي له مباراتين متفوقا على نبروه. صحب المركز التاني برسيد 50 نقطة. ومتبقي له مباراة واحدة. المجموعة العشرة الشرقية. سلسلان 49. الشرقية 43. متبقي 3 مواجهات المجموعة الحديات 10 سبورتنج ودي مجموعة نارية 56 ومال بحيرة 51 متبقي جولتين نرجع للمجموعة العشرة المجموعة الاول تلقي مجموعتين سيناء ومطروح الجزيرة 3 نقاط المصر بسلوم 3 نقاط وده الفائز هيقابل المجموعة اللي هي الاولى اللي هي العريش مجموعة سيناء ومطروح النصر بالعريش ده كان فاز. كانت هزم من مصر بستلوه متين واحد. والجزيرة فاز على شاب الخربة اتنين صفر. ودي طبعا الترق اللي حصل في السين ومتروح. طيب احمد انا بشكرك في النهاية على وجودك معايا يعني اه بتجيب الدوري الدرجة التانية والتالتة زي الكتاب ما بيقول من اول والاخر بشك الحركة على وجودك وبشكرك على انفراضاتك وعلى كاوليسك ودائما متقلق دائما بيكون موجود معنا هنا في نمبر وان. بشكرك وبالتوفيق وانا بقول للمشاهدين انت بقونا دوري القسم التاني معاك هنا دخلنا على القوة والاصارة والمتعة. هتشوفوا الجديد وجديد ان شاء الله. شاء الله جاء الله. معنا نمبر واني. شكرك يا حبيبي شكرا جزيلا. بسينا معا حضراتكم من نهاية الفقرة الحوارية الاولى الخاصة الدوري الدرجة التانية. يعني اه بعد الفاصل نجم مصر ونجم نادي الاسماعيلي المدفعجي المدرب القدير الكابتن حمزة الجمل وكلام مهم جدا جدا عن نادي الاسماعيلي. كمان بعد مباراة اليوم والخصارة من مصر للمقصة باربع اهداف مقابل هدف. هتعرفوا كل ما هو خاص بنادي الاسماعيلي ولكن بعد الفاصل. حمزة حمزة اوه عايجيلك حمزة المدفعجي برجل تقيلة هو ده حمزة الجمل نجم الدرويش والقرى المصرية السابق واللي كان مشهور بانه صاحب قدم قوية لدرجة ان حراس المرمى كانت بتخاف منه ومن تصوباته. بدأ حياته القروية في فريق جزل شبين وصعد للفريق الاول في عمر سبعتاشر عام. بقى وامر من خميس دويدار المدير الفني الفريق واللي كان مقتنع جدا بقدرته. وبعدها انضم الاسماعيلي بترشيع من محمد بوليلا مدرب حراس المرمى وبالفعل انضم لصفوف الدرويش وحقق لقب الدوري في جيل التاريخي للاسماعيلي واستمرت نحلته في كرة القدم وانتقل لصفوف القناة ثم منتخب السويس وبعدها قرر اعتزال كرة القدم والتوجه لمجال التدريب وحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال سواء داخل مصر او بعض الدول العربية زي السودان وديراء وسلطنة عمان حمزة الجمل مدفعجي واحد من اشهر نجوم الكرة المصرية في التسانيات وصاحب الرقم رقم ستة المرعب لحراس المرمى رغم مركزه في خط الدفاع بالاسماعيلي تصويبات وقوة والياقة بدنية غير عادية وهداف لا يمكن تكنسي هيفتح قلبه يستعيد معانا زكرياته قصة توقيع للنادي الاهلي وسر الرقم ستة وليه مش موجود في قادة الدرويش الفنية وسر تراجع اداء ونتائج الفريق في السنوات الاخيرة كل دو اكتر مع عمر رباسين وبرنامج نمبر وان برحب بحضراتكم من جديد يعني واحد من نجوم الكرة المصرية واحد من نجوم نادية الاسماعيليا منتخب مصر صاحب القدم الذهبية الكابتن حمزة جمل نجم الاسماعيليا كابتن برحب بحضرتك اهلا بيك كابتن اهلا بيك ده انت اللي منور والله وانا سعيد بيك جدا جدا كشاب وكلغة وكثقافة وكحضور على الشاشة الكلام ده مش مجاملة يعني يعني الشهاد تحت تبقى جرحة دلوقتي انما دي اللي انا شعرته وشفته فبقوله يعني فانا سعيد جدا جدا انا اكون معاك النهاردة وفي شاشة قناة النهاردة التأريف تمام؟ لا تمام يعني التأريف اللي حالك نصوص منه لا وانترس جدا جدا بس اشكر بشكركم وانا بشكر اسلام علاقي العمل التقريري وبشكر كمان كريم فضل اللي كتب التأريف وكمان يعني حاجة محترمة جدا طليق بكابتن حمز يمكن نادي الاسماعيلي قبل ما ابدأ الكلام مع كابتن حمز وكلام مهم جدا عايز اقول لحضرتكم فيه بيان نادي الاسماعيلي طلعه واصداره من شوية انا يعني هقول لحضرتكم حيثياته او اهم النقاط اللي جات فيه وهي قبول اعتذار الكابتن ادم استلحضار والكابتن محمد محسن ابو جريشة عن استكمال مهمته مع الفريق الاول والتعاقد مع مدير فني اجنبي ومخطط احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام وخائم باعمال مدير ريكولا والكابتن محمد حمص مدرب على ان يقوم بقيادة الفريق الفترة اللي جاية لحد من المدير الفني تم التعاقد مع النادي كابتن حمزة البيان والتعليق حراك على البيان هل الاسماعيلي محتاج مدير فني اجنبي الفترة اللي جاية طب لو انت محتاج مدير فنية اجنبي ما انت كان عندك فليس تغنيت عشان تجيب؟ لأ هو الناديل اسماعيل يعني اه الكوتش او القيادة اللي بيديل الناحلة الفنية مهمة جدا. تمام. انما هي مش حاجة واحدة. يعني المنزومة لازم كلها تكتمل يعني كلاعبين كمدربين كااايا كاسطف اداري كاسطف كذا كادارة. لا لازم تكتمل كلها انما الموضوع مش موضوع ان انا احشيل مدرب واحطه مدرب وزي ما حضارك بتقول ان انه كان فيه مدرب اجنبي وحجيه مدرب اجنبي ولسه المدرب الاجنبي اللي حيجي لحد ما ما يستكشف الفريق ويشوف الصغرات ايه اللي عنده او الاخير او لا انا عايز اقول ان الموضوع مش موضوع مدرب او موضوع مسكنات انا طبعا بتمنى التوفيق طبعا لكابت نحمد العجوز وكابت محمد حمص وكابت سعفان واللي هيكملوا في الجهاز الاداري والطبي او كده بتمنى لكل التوفيق ان هما المرحلة مرحلة صعبة جدا بالنسبة لهم ويتخطوا الحواجز او العقبات اللي هي موجودة انما النادل اسماعيلي يحتاج الى مشروع ابداعي يعني ايه مشروع ابداعي يحتاج يعني كتير جدا من المحللين او كتير جدا من الجمهور النادل اسماعيلي لا يعلم النادل اسماعيلي هو اتجاه رايح فين هل احنا بدي من فريق هل فيه بالنفس على دوري هل ان احنا عايزين نكون في المراكز المتقدمة كمركز رابع او تاني او تالت او الاخيره الرؤية مش واضحة وطالما ان الرؤية مش واضحة دي بتسبب ازمات كبيرة جدا جدا داخل النادل اسماعيلي النادل اسماعيلي يحتاج الى مشروع مشروع والمشروع ده تصبر عليه سنة واثنين وثلاثة عشان النادل اسماعيلي يرجع لحالته الطبعية انما انا هشيل مدرب وحطه مدرب وهمشي لعيب واجيب لعيب لا انا هحط استراتيجية معينة من لعبين والادارة طبعا يعني اي انكية الادارة طبعا الادارة تحط مشروع المشروع ده يدعم بلعبين ده اهم انصر في النادي لازم اختيار جهاز فني على مستوى وجهاز اداري على اعلى مستوى ولازم جمهور النادل اسماعيلي اللي هو العنصر المهم جدا اللي بدعم واسماعيلية والاعلام المصري ايضا يعرف اتجاه النادل اسماعيلي راح فين عشان الناس تعرف الاسماعيلي راح فين فانا النهاردة عشان اجيب مدرب ومشي مدرب وحط مدرب ومشي وفترة انتقالية وفترة مؤقت وده مدير فني مؤقت وده مدير فني لا هيستمر وفيه مدير فني لا هيستمر معنا شواء تب هجيب اجنابي تب هجيب مصري لا ده دي كلها مسكنات ده علاج زي ايبقول مش علاج مرض ده علاج عرض دي مجرد انما الفيروس لسه موجود داخل الجسد او داخل النادل اسماعيلي فالابد النادل اسماعيلي بقى عنده مشروع المشروع ده لازم يتخطط له لازم يقفيه بلان كويس يقفيه تخطيط كويس بشكل كويس معلن جاز الفن عارف حدث الهدف بتاعه وماشي نحو الهدف بيحط الوسائل بتاعته ازاي اوصل للهدف ده والجمهور لم يعرف والاعلام واللعبين يعرفوا هدفهم والادارة بيعارف هدفها والكوتش اللي بيقود الاجهزة الفنية والادارية والطبية داخل النادي عارف الهدف فين وماشي نحو الهدف وكل يوم شغل عشان اوصل وقرب خطوة وخطوطين من الهدف اللي انا اعمله ده يبقى شيء رائع جدا انما اللي بيحدث انا طبعا مش مقتنع بيه ان انا يعني مثلا مديد فن اجنبي ماشي ولجأت الادم استلحضار محمد محسن ابو جريشة مؤقت في تلات مباريات فاشلوا المهاردة في المباراة طبعا يعني انا حزين جدا عليها ده عليها وعلى جديها وعلى مركز الاسماعيلي موجود في المركز العاشر بعد كده بيجي احمد العجوز بيجي محمد حمص بيكمله ممكن يخسر مباراة او اتنين او يكسر طبعا تمامهم كنت وفيقنا النادي الاسماعيلي في مأزق كبير جدا جدا كاداء وكفريق وكمجموعة وكشكل في جدول الدوري حاجة حاجة مؤسفة جدا وطبعا اكيد يعني النادي الاسماعيلي بيحزن عليها الكثير مش انا كاحد ابناء النادي الاسماعيلي او جمهور النادي الاسماعيلي لا النادي الاسماعيلي ضلع اساسي في الدوري ومهم جدا في الدوري ومدعم اساسي على مدار التاريخ لمنتخبات ناشئين وشباب وقلومبي وفريق اولا كابت الحمزة يمكن النادي الاسماعيلي فيه نجوم برغم بمصر نجوم كتيرة جدا موجودة دلوقتي لعبت فيه موجودين حتى فيه دوري مسكواندية ليه مجلس الادارة بيهمش النجوم في اختيار لجنة فنية في انه هو يعمل يعني زي استشاريين فنيين يختاروا الجهاز الفني يختاروا اللعيبة اللي تبقى موجودة وهو بيعتمد على نفسه في اختياراته الفنية معنى ده مش اختصاصه يعني انا راجل بتاع كورة افهم في الكورة راجل بتاع بيزنس افهم في البزنس لو انا رئيس نادي او عضو مجلس ادارة اعمل بالانس يبقى موجود معايا ناس فنيين انا اتكلم معايا عشان نوصل لحلول ليه بيتم تهميش نجوم نادي قال اسماعيلي في كورة القدم في الاختيارات المستقبلية في ظل الازمة اللي اسماعيلي بيقى شد لعتي شوف كابتن عمران عايزة اقول لك حاجة يعني شوف الانسانية بتاع اي شخص انا لا اتصنعها والاخلاق والمبادئ لا تتجزل طبعا ما فيش شك اللي يقول غير كده ان مجلس الادارة الان يعني شبه فيه يعني اجماع او زي ما تقول فيه شخص مدبوح قدامك فانا مش عايز اجهز عليه من الانسانية بتاعتي ان انا عايز اموته بقى كمان ليه لان انا لما حدوس عليه كمان عليه واموت وحدوس اكتر واقع وكده فعشان بس ايه نوضح الصورة ان انا لو دست جامع وده مش هدفنا كابتن وده مش هدفنا صح ولا هدف احنا عايزين نصلح اه احنا عايزين نصلح الوضع فانا بقول يعني انا مش عايز ليه لانا يوم ما اتبح النادي المجلس وادبح اللاعبين وادوس جامد النادي الاسماعيلي في مأزق وانا يعني من احد ابناء النادي الاسماعيلي من حقي ان انا ادافع النادي الاسماعيلي انما انا اقول لك لو النادي الاسماعيلي وضعه كويس الوضع يعني يليق بالنادي الاسماعيلي النادي الاسماعيلي بيقدم كورة النادي الاسماعيلي عنده عنده فريق متميز في اللحظة دي انا بتكلم في اللحظة اللي احنا عايشانا دلوقان لأ اطلع امتقد واطلع اتكلم سواء في الغرف المغلقة اذا ترفضت الغرف المغلقة فانا اتكلم في الاعلام كاحد ابناء النادي اسماعيل انا النادي ده ليه فضل كبير عليه جدا 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 فانا مش عايز ادوس جامد لان انا مش عايز اعمل توتر اكتر من اللي هو موجود يعني النهاردة هزيمة قاسية النهاردة فيه تغيير يعني جهاز كان مؤقت فيه توتر للعبين انت داخل على مرحلة صعبة المرحلة اللي جاية فلابد انها فيه تكاتف انما يعني كلام حضرتك كلام مظبوط ومحترم ده استكمل الكلام اللي كنت بقوله بقول ايه ان انا لازم اقدم مشروع كمجلس ادارة موجود يقدم مشروع المشروع ده من اختصاصات اختيار اللاعبين مدير فني يبقى موجود للنادي مش مدير فني لا مدير فني للنادي يبقى عنده القدرة انه مش مثلا لها حمزة مثلا رمز من رموز النادي او سين او صاد فانا هحط له وظيفة او او الاخير لا انا عايز احط تليفون مهم معلش موجود معنا المهندس نصر ابو الحسن رئيس نادي الاسماعيلي السالح نهض على التليفون يا فنم براحب بحضرتك اهلا سيد عمر انا براحب بيه طبعا انا براحب بالمشواندس اهلا بيك بشواندس اهلا وسهلا طبعا يا فنم حضرتك كن حضرتك رئيس نادي الاسماعيلي السابق قبط الحمزة الجمل لاعب ونجمي نادي الاسماعيلي السابق اكيد بنتكلم وبنائش الوضع اللي وصل ليه نادي الاسماعيلي خسارطين واربعات في بطولة الدوري ثلاثة للاتحاد اربعة من مصر المقاصة وجوده في المركز العاشر واعتقد ان فيه توطر وارتباه كبير جدا فيه عن ناحية الفنية في قطاع كورة القدم وهو اهم القطاعات اللي موجودة في نادي الاسماعيلي عايز اعرف رأي حررتك في اللي وصله نادي الاسماعيلي في الوقت الحالي وقبط طبعا يعني الاول بنمس على كل جملهير النادي الاسماعيلي ومبدئيا يعني احنا بكل الجملير النادي الاسماعيلي دوت مابد ان ده فعاليه لحد اخر لحظة ونقف معاه لحد اخر لحظة لان اي خطأ ثاني بعد كده هوت ممكن يسبب لنا مشكلة يعني مانقدرش ان احنا نتجاوزها في الفترة اللي جاية طبعا النتائج اللي وصل ليه النادي الاسماعيلي مش مجرد الخسارطين طبعا لان اخسارتين لو النادي الاسماعيلي اللي في الجدول في المنطقة متقدمة وكانوش هيأثروا عليه بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي واللي بيحط النادي الاسماعيلي في وضع صعب خصوصا ان في اخر مباراة بتاعت الدورة دي بتقبل منافسات صعبة جدا اللي تحت بيحاول يطلع باي نقطة عشان ينجم الهبوط واللي فوق عايز يحسن موقع متميز قدامي حقوله بيه اللي اشتراك في اي قطولة قرية وكده فالمباراة اللي جاية هتقبل صعبة جدا يعني فاحنا طبعا عشان يعني مش هنتكلم في المشكلة وكده وكلام من ده لان المشكلة معروفة جدا طب ايه الحل يفدي من وجه نظر حلوتك ايه الحل يعني الحل السريع دلوقتي ان مجلس الادارة عليه ان هو يعني انت يعني مضطر ان انت كامل باللعيبة اللي موجودة دلوقتي دي وعشان انت تحقق نتائج غير غير الفترة اللي فاتت دي لابد ان انت يعني تعمل منظومة كويسة جدا يعني النظام يعني انت متاخدش ما تقدرش حق نتائج بلعيبة كويسة فقط فخلالك ان انت ممكن تحقق نتائج كويسة بنظام كويس واول هذا النظام هو ان انت كل الناس اللي فشلت في ادارة المدفات المسننة دليها لابد ان هي يعني تبعد عن المشهد نهائي وتبدأ تيجي ناس متخصصة في المسألة دي وتبدأ تعيد يعني بناء الادوار بتاعت كل لاعب وكل فرض من الجهاز الفني المفروض يعني فأنا شايف ان الجهاز الفني والاداري للنادي المفروض ان هم يعني يتغيرهم مش لكون مش لعيف فيهم لكن خلاص هم يعني معنويا ونفسيا معدوش قادرين يكملوا المهمة دي ومفضول ان يتغير الجهاز الفني وهي جهاز فني قريب من النادي الاسماعيلي يعني ما انفعش ان انا جي مدرب اجنبي ما لعبش او ما مرنش في الدوري السنادي او ما مرنش النادي الاسماعيلي وبعيد عن اقواء الدوري المصري واقول له تعالى حل المشكلة دي ياخده خمس ست مطوشة ممكن نقع فيهم في الخمس ست مطوشة فلابد ان يوجد فيه جهاز فني قريب من النادي الاسماعيلي وعارف امكانيات اللعيبة اللي موجودة في النادي الاسماعيلي وعارف المنافسات اللي موجودة في الدوري المصري يقدر ينتشر اللعيبة دي من الحالة النفسية الصعبة اللي هم عايشينها دلوقتي وفي نفس الوقتي ايه توظفهم في اماكن جديدة وكده يعني النادي الاسماعيلي فيه تخمة عددية في خط الوسط ولكنها ليست تخمة نوعية يعني بمعنى ان مش لعيبة يعني يقدروا يصنعونها كفارق كبير قوي عنده نقص حد في خط الدفاع وخط الهجوم احنا محتاجين جهاز فني يعني يعيد توظيف بعض اللعيبة في اماكن ثانية وكده وكده بحيث ان هو يقدر يعد المرحلة دية على اساس ان يتم بناء بقى يعني حاجة مختلفة جدا معه الموسم الجديد لكن هذه الازمة لابد ان احنا تجوزها بكل طرق والمفروض الكل يقف معنا النادي يعني مفيش داعي بقى لمين السبب ومين اللي بداع معروف من السبب ومين اللي وصل الامور لكده لكن احنا يهمنا ان احنا ننقذ النادي الاول وبعد كده نبدأ نحاسي طب يا بشوانس لو حراك كنت موجود في الوقت الحالي كرئيس نادي الاسماعيل ويمكن نادي الاسماعيل بيمر بازمة مالية وعندك لعب زي باهر المحمدي الاهلي او الزمالك او بيحاول اتعاقده معاه وباهر يعني مش يعني حراك الكلام اللي بتقال ان باهر مجلس الادارة عايز يخليها علشان الانتخابات والكلام اللي احنا بنسمعه هالحراك لو رئيس نادي اتبيع باهر المحمدي وتحاول تستفيد منه مدين سؤال ده اخر سؤال يعني كان مفروض فيه اسئلة كتير قبل منه يعني ايه اللي وصلنا لمرحلة دي ان يوبا ما عندهش غير لاعب واحد تمام صحيح يعني انت بتتكلم نحتفظ بيه ولا ما نحتفظت بيه مفروض ان يوبا عندك عشر اتناشر لعيب بتقول انا ممكن اتخلى على اللاعب لكن انت اختخلت عن كل اللاعبة قبل كده وده وقت جاي ان يكلم في لاعب واحد فمسألة صعبة جدا وخصوصا يعني ما نقولش ان فيه ازمات مالية ما فيه كتير دخلت النادي يعني لم يحسن استغلالها دي مسألة تانية يعني مش احنا مش معقولة جبنا لعيبة بقيمة اللاعبة اللي احنا بيعناها يعني طبعا ولا حتى عشر في المية من اللاعبة اللي احنا بيعناها كقيمة مادية وقيمة فنية يعني انا باستغنى عن لعيب باستغنى عن حالة فنية او قيمة فنية مقابل ان انا اخد قيمة مادية اصادها اقدر اغطي بيها مشاكل تانية والكلام دوت بيحصل في كل احنا لما انا لما كنت موجود وبعد شريف عبقديل كان عندي مشكلة في الباك اليمين ويمكن قيمة الحمزة كان عايش المرحلة دية ان كان عندنا احمد الجامل هو الباك اليمين وكان دايما مصاب كان عنده مشكلة اصابة مكانش عندنا باك اليمين فجيبنا احمد صديق عشان يلعب باك اليمين لان كان عندنا خمسة مساكين فانا ما بتصرفش في واحد اللي ازا كان عندي بداية لي وعشان اجيب واحد بديل يغطي لي مشكلة في حتة تانية يعني تماما بحديما انا باشكر حضرتك افنم على وجود حضرتك معايا وعلى رأي حضرتك لكل الاحترام التقديل المهندس نصر ابو الحسن الرئيس الاسمعيليا السابق كنت تتكلم على المدير الفني اليقود الناتل ده اخر كلام اتكلمني عليه هالحcken عالت مدير فني يقود الفريق الاول اخوة هيقطع ناشئين الي بقالنا فترة في لعيبة كويسة لكن ما نهمش وجود في الفريق الاول نادل اسمعيلي من المنتخبات موجودين في القطاعات ولكن مفيش تنصيق مفيش عملية الابراز للمواهب الي موجودة في نادل اسماعيلي نادل اسماعيلي الان يعني احنا شفنا كم كبير جدا من اللعبه النهاردة موجودين ناشئين يعني انما انصر الخبرة اللي موجود داخل نادر اسماعيلي وداخل الفريق النهاردة على آخر مباراة منعدم تماما الاندية الكبيرة لابد ان يكون فيها 3 او 4 او 5 عناصر بيعملوا ادارة وبيشيلوا عبء نفسي عن الفريق بيشيلوا الناحة الفنية بيبقوا اضافة للفريق بيثبتوا اللاعبين في غرفة الملابس بيديروا اللاعبين بشكل كويس النهاردة نادر اسماعيلي بيفتقد للخبرة داخل الملعب انما الناشئين او النادر اسماعيلي انه هو ان انا بصنع فريق من الناشئين يعني جملة واحدة كده ده خطر كبير جدا ما ينفعش ليه لان النادر اسماعيلي مطالب باداء ومطالب انه هو يبقى في المنافسة حتى النهاية النادر اسماعيلي مطالب انه هو يحقق نتائج ايجابية واداء كمان اه مش ممكن ما يكونش مطالب يعني سنويا زي الاهل او الزمالك ببطولة سنوية لان التاريخ بيقول كده التاريخ هو اللي بيقول كده انما النادر اسماعيلي مطالب منه انه يقدم لعبيين للمنتخبات يقدم اداء يقدم نتائج ايجابية يقدم انه بيعمل طفارات في مبارات الاهل والزمالك بيقدم لعبين على اعلى مستوى بيبقى عنده محترفين كويسين بيقدوا بشكل كويس وبيتباعوا بمبالغ كبيرة جدا وبينتقلوا خارج مصر بشكل كويس ده المطلوب المحترفين زي لعب زي فخر دين بن يوسف في ادارك كبيرة زي نادر اسماعيلي لما دي تنضي معاه بتنضي معاه بالشهور يعني من شهر فبراير لحد شهر يونيو نعم هل حالاتك لو راجل مسؤول في الجهاز الفني وراجل حالاتك مدير كورة او راجل تعمل في المجال الاداري بجانب المجال الفني هل الف بيت تعاقد اننا المجامضي معاه بمضيق معاه بالموسم او نصف الموسم بدون يعني وضع اي تاريخ صح كده نعم طيب دلوقتي المشكلة تتاخد دين بن يوسف بيقولك انا عقد ينتهى مع الاسماعيلي انا كنت ماضي من فبراير لحد يوليو نعم الازمة دي يعني انا مش عايزة ادوس اموت يعني انا بصراحة يعني الانسانية بتقول كده والاخلاق بتقول كده بيقول كده ما انا حتكلم انا لو اتكلمت انا لو اتكلمت انا يعني كاحد ابن نادر الاسماعيلي انا حتكلم والله العظيم انا مش عايزة كابتن انا رحل عايزة انا اعطى انا بتكلم في نقاش اللي صالح الكرة للاسماعيلي اه انما الاخطاء انا هقولك الاخطاء كتيرة والسلبيات كتيرة الإيجابيات قليلة داخل نادر الإسماعيلي ويمكن بالمنص نصر أبو الحسن اتكلم في نقطة قال في ناس تولت ملفات معينة وفشلت طالما انت فشلت او موفقتش يبقى تتنحى ويبقى الهد اللي موجود او الادارة اللي موجودة او محبين نادر الإسماعيلي يعرفوا ان هذا تنحى الموضوع مش نلح يعني انا هقولك الموضوع مش ان انا هشيل مدرب وحط مدرب لا يبقى فيه خطأ اداري خطأ قانوني يعني ده خطأ اداري مع خطأ قانوني مع خطأ فني كمان ان انا اجيب لعين يشتغل معا ست شهور وحصلت ازمة الكورونا ان هو يكمل معايا قانون دوله ان انا لما اجي بمضي مع لعب موسم كروي 2019 2020 انا لو في ادارة فنية او ادارة ادارية انا كنادي اسماعيلي ما تعاقدش مع لعب ست شهور ده هو عكبت الموضوع اواجيب لعب عارة حركة اولا ست شهور هو ليه حق التفاوض مع نادي اخر وهو ماضي عندك يعني انا ماضيت عندك دلوقتي وبتفاوض مع نادي اخر ده خطأ ده خطأ جسيم كبير جدا احنا نعمل ست شهور مع حقية ان انت تتعاقد معنا موسمتين نعم وبعدين ان يعني بتحصل ظروف استثنائية في اي دولة لا يبقى في عقود تضمن حق النادي وحق التفاوض وحق العودة وحق النادي حاجة من خلال نادي يعني ان انا ما جيبش لعب يشتغل عندي ست شهور ويعني ويأخذ الاموال كلها وبعد كده ألمعه وزبطه اذا كان عنده كان عنده اصابة او عنده كذا او كانت الناحة الفنية بعيدة عنه او اقدمه لاندية اخرى على سبيل النادي الاسماعيلي في ظل ان انا الان احتاج الى فورورد مهاجم النادي الاسماعيلي يعني لم يصل الى نرمة او مهاجم خطر تحس تشعر بخطورة في مبارة المقصة او مبارة السابقة فانا النهاردة فقدت فخر الدين ده فقدت لاعب فقدت جهد فريق فقدت النادي ان انا لازم اكسب عشان يبقى ترتيب في الجدول فده طبعا خطأ يعني خطأ كبير جدا والاخطأ كتير والمشاكل كتير ومحصورة ومعروفة لدى الجميع عشان اجا اتكلم فيها اليوم لا انا عايز يعني اوصل رسالة ان يعني الكل يتكتف لنادي الاسماعيلي في الوقت ده ان انا ابرز السلبيات ما الناس عارفة كل رسالة انا ممكن اقول لك كلام اكتر من كده وعارف اكتر من كده الجمهورة كابتل ما بيكونش عارف اللي احنا عارفينه او اللي احنا اين فانتكلم فيه احنا بنحاول نرد على بعض الاسئلة اللي الجمهور نحاول يعرفها يعني مثلا انا بقول ان هما يعني الناس شايفة ان نادي الاسماعيلي مفهوش فلوس وانا اقول له هراجب بلغتي على كم اللعيبة يعني يعني بصح هراجب اللي اتباعت من نادي الاسماعيلي اللي مفهوض في ريفنيو او في مقابل داخل نادي الاسماعيلي عند هراجب محمد عواد كريم بامبو محمد فتحي ابراهيم حسن ماجدي بوشا وفيه طبعا محمود متولي اللي بباع للنادي الاهلي بنتكلم على فلوس كتير داخل الاسماعيلي لفترة الاخيرة نادي الاسماعيلي يا كابتن ازاي اللي ظاهر الناس انهم ما معهوش امكانات بديها اتعاقط بها مع العيبة بتكون على القدر الكافي من تشت نادي الاسماعيلي لا انا انا ممشيش يعني امشي لازم يكون في بديل لازم يكون في بديل كويس كمان ومع ذلك لما اجي امشي ممشيش خمسة ستة سبعة مرة واحدة طب ليه بيحصل لا ما انا بقولك ده عدم دراية او او في فكرة معينة عند المجلس عند شخص ما او دخلوا فكرة جديدة قالوا ان احنا شوف انا هقولك في نغمة في اسماعيلي يقولك ايه احنا سنة التسعين الوزير عبداليمان عمارة والكابتن شيحتة والكابتن عبداليم جريش طبعا وكل ودكتور رفض عبعظيم والناس كل اللي كانوا موجودين قالوا ان احنا هنعمل جيل جديد انا كنت احد هذا الجيل ان احنا نجيب من المنوفية ونجيب من الاليوبية ونجيب من نيل الادوية ونجيب لعبين ومدعمين واللعبين دول اسعارهم منخفضة جدا ونجيب لعبين اللي موجودين ونشتغل في الدورة ونبقى صنعنا جيل للنادل اسماعيلي الكلام كان كان تسعين تسعين واحد تسعين هذا الموسم هذا الموسم خدنا فيه الدوري أنا كنت طبعا موجود زي أصام وآدم كل دكال موجود التجربة بتاع التسعين دي ما ينفعش بعد 30 سنة طبقة دلوقتي أو 27 سنة الوضع اختلف مديا والمواهب قلت وفيه أندية منافسة لها كبيرة جدا وبقى السحق وبقى فيه ميديا وفيه 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 حاجات كتير جدا ففيه فكرة موجودة أن اللعيبة كلها زي بعض أو لا لازم فيه كوكتيل وخاصة الفرقة الكبيرة يعني النادي الأهلي مثلا النادي الأهلي بيخسر مثلا من الزمالك مش كده بيخسر بس ده حدث الزمالك بيخسر من أهلي حدث كبير الاسماعيلي في نهاية الدوري حدث كبير جدا بيخسر مطشات وأداء ما عندهوش ما فيش لاعبين خبرة داخل الملعب ممكن نجوم الاسماعيلي كابتن حمزة حدث زي طبعا الأندية الجماهرية طبعا لها كل الاحترام التقدير لكن اللي موجودة في دوري الدركة التانية زي غزل المحلة زي بلدية المحلة زي الأولمبي هل ممكن نشوف اسماعيلي بسبب اللي بيحصل في الإدارة والإهمال الشديد لفريق الكرة منظومة الكرة نشوف اسماعيلي في دوري الدركة التانية ونقول فاكل رمى اسماعيلي كان في الدوري الممتاز كان بينافس الأهلي والزمالك وحصل على بطولة الدوري نعم طبعا ده سؤال وأتمنى طبعا إن شاء الله وإن شاء الله مش هيحصل إنما طبعا أتمنى لكننا لكن الحق الناس نعرف إنما عايز أقول لو ما فيش يقظة وفيه انتباه وفيه شغل أو عمل بعلم داخل الندر الإسماعيلي سواء لازل تكون فيه مهارات مهارات قيادية والمهارات الفنية والمهارات الإدارية مهارات مش 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 أي شخص عنده مهارات فنية مش مش عشان أنا البس تشيرت ندر الإسماعيلي أبقى في بوزيشن مش بتاعي أشتغل مثلا كناحية قلونية مش بتاعتي أو أشتغل ناحية إدارية مش بتاعتي إنما أنا كمهارتي أنا كحمزة مهارة فنية أشتغلها وأتقنها بعلم إنما لو تخلت لو تخلت ندر الإسماعيلي عن المهارة القيادية إزاي قود وإزاي يصنع أهداف لنادر الإسماعيلي وإزاي يصنع جيل لنادر الإسماعيلي جيل بلعبين خبرة متوسط عمر كذا من لعبين ناشئين من لعبين متوسط عمر مش عشف 25 من محترفين من كذا من كذا في مهارات إدارية بيديروا اللعبين في مهارات فنية من جهاز فني وهو والآخر لا هيقى في أزمة كبيرة هل العقل أزمة كبيرة مش عشان حراك موجود معي الأزمة كبيرة أنا بقول لك شو أنت طبعا أزمة كبيرة وهنقول إن ممكن الإسماعيلي تعرضوا الخطر طبعا أزمة كبيرة طبعا يعني أنا عايز أرفع الحراك عن حراتك في السؤال لكن سمعني سؤال مهم جدا نعم مش عشان خطر حراك موجود معي ولكن هل بالعقل والمنطق في ظل الظروف في النادر الإسماعيلي بيمر جهة دلوقتي نعم هل نتعاقب مع مدير فني أجنبي وإحنا في نهاية سيزن ولا أننا نبدأ من أول الموسم بمدير فني أجنبي عندي كفاءة ذاك كابتن حمزة الجمل كابتن حمزة الجمل كابتن أحمد العجوز كابتن محمد حمص طبعا كلهم ليهم كل الاحترام والتقدير بس ليه نجوم نادي الإسماعيلي ولاد البلد ولاد النادي ولاد اللي هم عارفين كل صغيرة وكبيرة مش هل حدك موجود معي لكن حدك أحد الأسماء المرشحة أو كنت مرشح أن أنت تبقى موجود كمدير فني هل حدثك مع التعاقب مع مدير فني وأنا نادي الإسماعيلي لتعاقب مع مدير فني أجنبي يختن مع الموسم والله أعلم إيه اللي ممكن يحصل معه ويبدأ مع الموسم الجديد لا طبعا أنا أتفق مع رأي المهندس نصر بن حسن الكوتش اللي ييجي لازم عنده دراية كاملة يعني وطني مصري يسمع اللوي طبعا ويكون كفق يعني عشان أنا مجرد إن أنا جيب مدرب أجنبي وخلاص مثلا يعني لا أنا عايز أجيب مدرب أجنبي كفق هي إضافة للمكان إنما للأسف الشديد إن فيه بعض الإدارة تقول لك إيه إحنا عايزين مدرب أجنبي مثلا سمع في فرقة شوية مثلا أو هو اشتغل في نصر فعرف طبيعة اللعب المصري لا أنا عايز أجيب مقولة خطيئة كابتن حمزة إيه مقولة خطيئة طبعا طبعا فشلت مع مدربين كتير أجنبي أنا أنا جيب مدرب أجنبي يا عمر إيه أنا هل أنا عايز أجيب بطولة يبقى فيه مدرب متخصص بطولة صح أنا عايز أصنع فريق إيبقى أنا أجيب مدرب السيرة الزاتية الراجل ده زي ما تقول بيركب الأمور بشكل كويس وبيشتغل وبيصنع لعبين عايز أجيب مدرب إن أنا أفضل في وسط دوري عايز مدرب فن جنبي قبل كده طبعا ليه مشيتهم؟ ليه فيه مدربين دي سابر أو جميع أنا أتكلم أنا أتكلم طبعا ميشي هو ميشي طبعا أنا أتكلم شقيين شقي إنه هو آآ جاله عقد في آآ منتخب وهو اللي ترك الفريق وهو ده اللي أنا أتكلم علاها كبتا اللحي القانونية الإدارية ما ينفعش يا جماعة دي مدير فن عشان يبقى محطة أنا بالنسبة له بحطة نعم وياخد فلوس مني ويوشي طبعا طبعا هو اللازم أنا بتعاقد مع مدرب أو بتعاقد مع لعيم لازم أحفظ حقوق للنادي طبعا بقالف بها يعني كاملة يعني ولا أفرط فيها وإحنا بنشوف على مدار التاريخي نشوف من نادر إسماعيلي في مدربين يعني اشتغلوا اشتغلوا في أندية تانية وفي منتخبات تانية أو كتير ولعبين ولزالوا بيعضوا فلوس من نادر إسماعيلي لأنك مش مأمن نفسك طبعا كابتن ده اسمه إيه مش مأمن نفسك أنا دوقاتك كابتن حمزة يبقى إذن لنقولك المهارات القيادية أو المهارات القانونية أو المهارات الإدارية أو المهارات الفنية في رغبطة في عدم يعني طبعا أنا مش عايز البسلية عشان مش محدش بيتكلم والحد بيراجع والحد بيتكلم على سلبات نادي الإسماعيلي هل الناس عشان كده بيتهاون في حق نادي الإسماعيلي يعني كابتل لما يكون عندك لعب زي إبراهيم حسن وقضية قدام نجوم المستقبل وتخسر القضية مقابل 500 ألف دولار وزائد 20 مليون جنيه عشان انت تلعبت بالأقوال وقلت ان انا بعت إبراهيم حسن ب5 مليون جنيه بس هل ده كابتل عشان الناس مش بتتكلم فالناس ممكن ما تحسش ان الموضوع في مشكلة بالنسبة لهم ويتمادوا في الأخطاء عادية لا ما فيش محاسبة صح كده؟ اه طبعا انا بتكلم صح ان كلهم مركز على آله والزمالك اه طبعا ان ده الإسماعيلي يعني الى حد ما بتكلم لا واحنا بقول برضو في هنا أخطاء وهنا أخطاء وهنا أخطاء بس هنا فيه أخطاء هنا بالجملة أخطاء كتيرة وقدت الى يعني هبوط في نواحي كتيرة جدا نواحي فنية وإدارية ومادية الى خيره فإنما لازم فيه مشروع لازم المنظومة ترجع من جديد انا مش عايز ما يسألها عالية انا اعزين نوصل لدرجة الامال مش درجة الكمال اننا اوصل لدرجة الكمال في العمل بتاع itís أي عمل في الدنيا فيه أخطاء إنما لما يكون الأخطاء متكررة والأخطاء يعني بقت يعني أكثر تكررا يبقى فيه مشكلة كبيرة الأخطاء هي هي لا يبقى فيه مشكلة ولازم فيه مراجعة من المسئولين يعني أنا ضد مثلا لكن ايه احنا لازم نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا النهاردة ولا تبقى فيه قرارات سيادية وقرارات م... لا 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 احنا عايزين نلم الامور نيتمشي في مصار يعني ممتاز في الفترة القادمة ليه؟ التوتر ده بيتنقل مباشرة اللاعبين داخل الملعب اللاعب طبعا فبقى لك بقى ان اللاعبين ده اصلا ما يداروش يستحملو يستحملو التوتر الجامد ده من الضغط الاعلامي والسوشال ميديا وجمالين الاسماعيلي ويتحملوا النتائج العالية دي فاحنا عايزين يبقى اللاعبين اكثر هدوءا اللاعبين يوصفوا في الاماكن المسبوطة اللاعبين عليهم دور كبير برضو احنا مش بنرمي على سين او صاد او جهاز لا اللاعبين عليهم برضو مسؤولية داخل الملعب وهم لازم يتكتفوا اللاعبين عليهم دور كبير جدا داخل الملعب وداخل التدريب لازم يبقى فيه حاجات يتعمل الاجهزة الفنية لازم يكون لها دور الاجهزة الادارية الادارة لازم يعني تغير من نفسها هل كرة القدمة كبتن حمزة صناعة وبيزنس تعرف ازاي تكسب فلوس من اسم الاسماعيلي؟ يعني هل ده فعلا موجود هل المجلس حاسس بي ان اسم الاسماعيلي في اكاديميات في سبونسر في رعاية؟ لا انا شايف ان هو مش مستغل بشكل كويس لا هو مش يعني الاكاديميات بنتكلم على مدارس الكورة اللي موجودة في الحلق اسمي اسماعيلي كابتن تقيل او في الكورة كبير بس انا بقولك عشان تعمل مشروع ده كابتن عمر لازم تكون ناس متخصصة ناس بروفشنا رح ما نجيب كل من هو متخصص في الحد بتاعته بس كده انت جربت مجموعة اديت لهم صلاحيات خدت فترة فترة طويلة فلازم فيه تقييم ولازم فيه يعني نوع من المحاسبة لازم يكون فيه نوع من ان انا يعني اواجه نفسي فيه ازمة فيه ازمة كبيرة ما حدش كلمك كابتن حمزة مادير اسماعيلي كون موجودة مدير فاني حراك احد الاسماء المرشحة يمكن انا داخل الاستوديو وعارف هل هقول خبر تقول لك كابتن حمزة جمال مدير فاني ولا لا الحد ما قابلت حراك وحراك قلتلي اه اه او هم اعلنوا عن ان فيه مدير فاني اجنابي هل حد تواصل مع حضرتك ولا لا لا اهم فيش طبعا اي تواصل خالص حدث انما انا انا فخور بحاجة ايه بطلعا الفخري بيها ان انا انا طبعا عايش في اسماعيلية بالي 30 سنة وبيت احد ابناء اسماعيلية يعني ان فيه يعني في الشرع الاسماعيلاوي يعني مطلب وعلى السوشال ميديا مطلب اه ده مطلب ده موجود وانا بشكرهم يعني جدا جدا يعني وانا بدعوهم انهم يتكادفوا وينسوا حمزة وينسوا سين اوصاد للنادل اسماعيلي الفترة الحالية عشان عشان النادل اسماعيلي يعدي من اللي هو فيه انما انا فخور بكده ان ان اه انما انما انا كحمزة والله انا مش مش زي بقولي عبدو مشتاء انا مستني مثلا سين اوصاد اوصاد لا 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 مش مستني مش مستني مش مستني ان انا قاعد مستني ان حيجي لمكالمة هوا وحاطل لا النادل اسماعيلي هو ليه حقوق علي بس انا احترم اي مجلس ان هو بياخد قرار ان هو يجي المدرب او يمشي مدل قراره وانا رجل يعني الحمدلله يعني قانع والحمدلله لما سرت التدريبية الحمدلله مش هقولها مش هقولها كلها نجاحات لا فيها محطات الحمدلله كانت نجاحاتي فيها عالية كبيرة سواء داخل مصر او خرج مصر انما انا بصراحة يعني مش مش قاعد مستني يا ربي يتصلوا بي لا انا بقول يا رب الكابوة دي تحدي ويا رب ان النادل اسماعيلي يوفق مع اي شيء من جواه داخليا ان الاختيار ده اصلا اختيار يعني ده ارزاق يعني انك تتولى مسئولية او رز ده رزق الله سبحانه وتعالى يريده خلاص فانما كاتصار رسمي مفيش انما بتربطني بهم علاقة طيبة بتربطني بهم علاقة طيبة ودعوات واحضر مباريات وبروحة سند الناس اسماعيلي احيانا لما يكون عند وقته كده واسواء داخل مصر بيكون متواجد معهم وكل يعني يعني كل احترام والتقدير لكل شخص في اسماعيلية ان هو دايما يعني يقوله حمزة وطبعا حمص كمان يعني النهاردة حمص هيبقى يتولى نهاردة مدرب عام مع كابتن احمد عبوز والتنين شخصية هل سوشال ميديا بتؤثر على قرارات مجلس الادارة صراحة يعني مجلس الادارة مش بتأثر عليهم ابدا مش بيقلقوا من السوشال ميديا في التعاقد مسلا مع كابتن حمزة فانجسة نظر فانرمي بلونة اختبار كابتن حمزة الناس حضم اسمه ولا لأ خالص خالص ليه بدليل يعني لو كانوا بتأثروا بالسوشال ميديا كانوا في بعض عشان تركيزة كابتن التركيز زي بقى التركيز الاعلامي على بعض السلبيات مع نادي الاسماعيلي مكانتش كتيرة فترة الاخيرة بسبب ان النتائج كانت اوكي لكن دلوقتي فيه تراجع في النتائج فاناس اللي بتتركز مع الاسماعيلي ومع السلبيات يعني بتتكلم على بالتحديد على الادارة يعني خليها اكون واضح وكده بشكل مكسف ان تغيير المدرب لا نجيب سين نجيب صاد القرارات دي غلط القرارات دي كذا لا هما ماشيين هما بياخدوا قراراتهم وحقهم حقك انت بتتولى مسؤولية وفترة خد قراراتك اللي انت عايزها ان فيش اي مشكلة خالص كمجلس ادارة انما طالما فيه فيه مطباط وفيه مشاكل انت وصلت لمراحل صعبة شوية طب هما بيعندوا مع سوشال ميديا خليها خليها سلط بالعكس هالمجلس الادارة بيعند مع جمهوري سوشال ميديا في بعض المطالب يعني مثلا على سبيل المثال لايس الحص ان الشرع اسماعيلي بيطالب وجود كابتن حمزة الجميل هل هما شايفين عشان ده مطلب فاحنا مش هنوفق به عشان نسبت للناس ان احنا مش بنتأثر بالسوشال ميديا انا باز احراك كواحد هو ده سؤال ده هما لا يتأثروا بالسوشال ميديا لا يتأثروا لكن ما بيعندوش اللي عايز بقى معي او مع غير انا عايز بس انا عايز بس اوضح حاجة ان انا الحلقة دي بقى لها كام يوم احنا متفقين سبحان الله اه عشان بس ايه الحلقة دي احنا متفقين مع انا مسميع من زمانه اه مع الستوف الجامل مع العراق ومع كل الناس واحدة ومعاك تبقى موجود والله العظيمة كابتن الحمزة عشان ما يقولش ان انا جاي في التوئيد ده طبعا انا بس بوضح صورة اه ان انا مسلا مش بنوجه حاجة معيانة اولا انا قاعد منستني ان حد يكلمني انا قاعد منستني ان تبقى فيه قرارات صحيحة للنادي الاسماعيلي والنادي الاسماعيلي عدم الكابوة ليه؟ لان النادي الاسماعيلي انت بص عمر انا اقولك على حاجة انا انا متواجد في الشرع الاسماعيليه بشكل كويس طبعا وعلقت بالناس فوق الممتازة وباحترمهم جدا انت لو تشوف الناس محروقة من جواه ازاي انت مش متخير عشان كده انا محروق زي ما عايز اتكلم لا محروقين محروقين انا هطلع الاجواء انا عندي كتير انا عارف كده انا عندي كتير جدا انا عارف بس انا بينفع نقول اللي احنا ينفع نقول يعني عايز اقول ايه؟ مينفعش واحد مدبوح وكمل عليه موته مش اخلاقي والله طبعا كابتن على المستوى الفرمي انا عايز اتسيبه يفوق عشان النادي الاسماعيلي وعشان يفوق تاني ويوم ما يوقف على رجليه انا هتكلم جمال عايز طب باهر المحمدي كابتن الفريق واحد من نجوم الفريق ودورهم هم جدا في الفترة الاخيرة من يتولى متابعة باهر المحمدي وصل لفين هينزل امتى ليه دور مع الفريق كابتن الفريق واحد من كابتن فريق النادي الاسماعيلي بيكون دوره مهم نعم هل برضو الموضوع احنا هنتكلم خلاص ابنا الموضوع بقى ليه علاقة مجلس الادورة الموضوع الفني ومتابعة اللاعبين وفريق تسعة وتسعين اللي بيقدمه اسم راعة وبطل المسابقة وفيه لعيبة جدا نعم المعادلات دي كلها تضبط امتى وباهر ابيها ولا ما بيعوش يعني يبقى ولا يرحل هو دماغه عايزة ايه؟ باهر لعب متميز ما فيش شك يعني لعب كويس وهو يعني باهر ظلم فنيا اليوم اليوم ظلم هو والولد البدري باكلفت لانهم بقالوا بفترة طولة قوي ببعين عن الملعب موضوع اللي انا بتكلم فيه متابعة طبقية اه بعيد يعني كان في المانيا باهر وجاه وراح وبتاع ويلعب النهاردة مباراة ضد المقصة من اقوى يعني لسكورنج عمر مرعب لعب كويس او الولا موافع او محمد ابراهيم لا ده حاجة تانية محمد ابراهيم ده يعني انا مسرحة مصر اعتقد انه هي لعب اساسي فترة اللي جدا محمد ابراهيم من كان فيه بعض من الاصابات انا انتعبه محمد متميز محمد ابراهيم كان مفوض يحصل له النطج ده من سنتين نطج الكاراوي زي ابوتريكا وزي لعيبة كبار جدا من 26 27 25 بيبدأ يشتغل احسن فترات حياته حد تلاتين وعد هاتين وثنين وثلاتين ويكمل الاصابات ويمشي زمالك وكده وكده الولد بيبدأ في الملعب لا بيبدأ في الملعب فحصل له نطج المسم ده او الفترة دي نطج علي جدا لو استمر على هذا الاداء واستمر ان هو يحافظ على نفسه واستمر ان هو يشتغل وطبعا يعني لو اتكلمنا ان اللي رجعه الوضعه الطبيعي نتكلم اهب جلال صح اده ثقة اعرف يتعامل معه نفسيا لان الوضع عنده عنده كتير يعني فانا بتكلم بقى بصدر ايه ان فيه اتنين البدر اللعب متميز باهر اللعب متميز بس بقى له شهور ما بنعبش بوعات جدا لا ابو في التوقيت ده انا بظلمه والمفاجأ ان ممكن على حد ما سمعت ان الاصابة رجعت له تاني يعني معرفش ده حقيقة هي مش اصابته كبيرة يعني انا بتكلم فيه فالنهار ده انت بتطلب من باهر محمدي اللي هو سنه صغير 23 سنة كابتن فريق باهر محمدي محتكش مع لعبين كبار يعني مثلا كان فيه حسن عبد الربو كان فيه حمص كان فيه كذا 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 خمتها تربع لعبين زي موجدين فباهر يشرب منهم القيادة او يشرب منهم ازاي يتعامل مع اللعبين او يدير ازاي قط اللبس تواحد لسه بيدير نفسه هو فنيل على مستوى انه هو لسه لم يكتمل في الناحة البدنية ولسه الفنية ولسه النفسية هروح فين حاجم نين فعمل له توتر انت بتطلب برضو من باهر محمدي انه يصنع المعجزات اللي هي مش بتاعته دلوقتي وهو مشتد ان هو يمشي او يقعد او كده دي طبعا دي حاجة يعني لسه يعني في المستقبل ما اقدرش اتكلم فيه دلوقتي انما النادي الاسماعيل يعدي المرحلة دي بشكل كويس يلجأ النادي الاسماعيل الايه انه هو العناصد اللي هتخش النادي الاسماعيل مين البداي المين السعر اللي هيتبع به باري محمدي سواء انا كنت اسمع ان هو جاي له حاجة خارجية او داخلية ايا كان الواد لو ليه رغبة يكمل في النادي الاسماعيل يتجدد له بعادي كويس من حقه من حقه فكل دي اسئلة بس بعد انهاية السيزون بس كابت الحمزة فيه يعني في اخر كل فقط بنلعب اللاعب اسمها صندوق الاسود لعبك كده بيكون جنب حضرتك صندوق على يمينك بص عليه تحت كده افتح صندوق يا كابتن حمزة طلع بس منه سر سر اول واحد قول لي بس رقمه هنقرده على الشاشة ونقرأ السر مع بعض رقم واحد يا شباب بعد يزنوكو على الول السؤال عشان نقرأه بالكابتن حمزة طيب افضل هدف مش افضل هدف في مسيرة حضرتك كان في مرمى الكابتن احمد شبيرو لكن تم الغاؤه صحيح؟ لا ده صحيح طبعا في المية بس اتلغى بس هو عشان اتلغى يبقى نتكلم في احسن هدف كنت بلعب اتحسب لحضرتك كان اتحسب رسمي اه احسن هدف في مسيرك وما اتزعش في التلفزيون لان كان الجو شديد الحرارة جدا كنا بلعب نزم مالك في السادة القيرة وكان بلعب نزمك وكان يعني طبعا نادر السايد كان متقلق جدا جدا فما اتزعش الهدف هم خافوا عالكاميرات فشالوا الكاميرات عشان ممكن الاجهزة اعطالا او كده واحراز هدف من وسط المرعب بالزبط وفي مين في نادر السايد والاتنين واحد تلغى والتاني متشافش اه يعني حظ حالك حالو جدا بسم الله مالك طيب السايد التانية كانت الحال اقول لي بس رقم عشان نعرضه على كثيرا فقط رقم اتنين رقم اتنين يا شباب انا سمحت نعم اتنين الاهلي عرض على حضرتك ازيد ما تتخذها في الاسماعيلي نسبة 300% ولكن علىك رفضت لا انا طبعا النادي الاهلي نادي كبير نادي عريق وانا كنت في بداية مشوار المسيرة داخل النادي اسماعيلي فكان الارتباط سنة وبعد كده حصلت مشكلة كده فروحت النادي بن ياسر الاماراتي والنادي الاهلي طبعا قيمته كبيرة جدا 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 فعرض علي طبعا نسبة كبيرة قوي عندما كنت مغضف في النادي اسماعيلي يعني 300% 400% يعني اذا عرض على حضرتك اه طبعا وانا وفقت وكان في مشكلة وانا طبعا من خلال برنامجة كنا قلت الكلام ده ولما رجعت النادي اسماعيلي الحمد لله يعني بفضل الله يعني قدت في الاسماعيلي وبقت علاقتي بالاسماعيلي علاقة قوية جدا وما تركتش النادي اسماعيلي نهائيا انما طبعا لما جاء توتر في انتقال النادي الاهلي او عدم انتقالي انا ذهبت للمرحوم علي رحمة الله ان شاء الله كانت صالح سليم قلت له انا رغبتي ان انا ارجع النادي اسماعيلي طبعا واعتذرت النادي الاهلي وقابل الاعتذار وقال لهم يروح على النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي قابل اعتذاري لان انا اللي كنت مخطأ في تقديرات الامور وقابل اعتذاري وعشت احلى ايام مع النادي اسماعيلي طبعا كابتان السر اللي بعد كده والسر الاخير اجابات محتروا ما جدنا انا كابتان ومستاذي اعتقد ان الموضوع بالنسبة ثلاثة يعني حاجة يميلة بصراحة حالك سهمت في اكتشاف محمد صلاح وطارق حمد ومحمد النني الثلاث اسماع دول سهمت فعلا في حالك تكتشفه انا يعني طبعا هما لعبة كويسة وانا كحمزة او ككوتش انا طولت المسئولية طبعا في المقولين العرب والنني وطارق معاديا وفيه وفيه على الفتحي كمان على الفتح لعب الانتاج ديوقتي كان في الزمالك كان في الزمالك اللي عنده اصال وحظ وكما سيئ احمد الشيخ ده انا كنت مازج التلفنان بين السوف وصعاته انما محمد صلاح قيمة محمد صلاح وانا عايز اقولك مش عايز اقول محمد صلاح انا عايز اقولك كابتن محمد صلاح ليه ده نجم عالمي لازم محمد الكابتن محمد صلاح يحترم داخليا هنا كمان اعلى من الجميع لانه قيمة عالمية ونجمة عالمي دي نمرة واحد لازم قيمته تزداد هنا في مصر وهو ليه قيمة طبعا ليه قيمة كبيرة يعني ونتعامل مع ان هو نجم عالمي زي ميسي زي رونالدو زي كيميتش او طبعا خمش اغلاء في العالم طبعا ده نجم عالمي فانا يعني هقولك حاجة لأول مرة اقولها يعني كده انا ما بحبش اقول الكلام ده الله يعني بس اقوله يعني ان محمد صلاح في قطاع ناشئين في المولين العرب كله كل القطاع مش هذكر اسمها طبعا كل القطاع شارك ان محمد صلاح كان موجود وكان فيه مدربين قبلي بس انا جيت في فترة ان محمد صلاح كان في متخب الشباب وكنت بتعامل معه يعني يعني كدت محمد عوضة برضه وكنت اقوله الولد ده حيبقى من احسن اللاعبين في مصر وحيبقى نجم كبير جدا جدا وكنت وانا متولى المسئولية كان يعني معتد ان متخب ناشئين شباب اللاعب بيجي يعني مثلا تاني يوم التدريب او كده بيجي من المطار محدش بيسأل فيه فكنت ببعت له عربية مخصوص من ما قولي العرب ان هي تجيبه كان الراجل ده اسمه عن محمد تقريبا تجيبه على الملعب فهو كان يتعجب ويسأل الكابتن عوضة كمان يعني يعني الكابتن حمزة بيقول لأ شايف فيك انها هتبقى كذا وكذا وكذا يعني فطبعا انا كان ليه جزء انما فيه كتير جدا شاركه في انهم يعني تولوا مسئوليته كناشئين كمنتخبات طبعا يعني انما انا كنت موجود وكان فريق انما النني برضو النني جبته قلت له انت هتبقى من احسن اللاعبين اللي موجودين في مصر وهتبقى نجب كبير جدا جدا في مصر وكذا وطر احمد كامعافس موحه واحمد الشيخ فقال له كابتن قلت له انا عارف انا بقولك ايه ويمكن النني يعني برضو وكابتن النني لعبة ممتأزة الولد يعني بصراحة يعني ذكر هذا الكلام في موقع الارسنال طبعا انا انا سعيد يعني فيه لعبة كتير جدا موجودين وانا يعني سعيد ان انا ساهمت واشتغلت معهم بصراحة في معوليين في سموحة في الفلاة بالنسويف فيعني كل التوفيق اليوم وانا كابتن حمده سعيد جدا بوجود حضرتك معايا شكرا يعني سعيدت جدا بلقاء حضرتك من شخصات المحترم النجوم الكرة المصرية ونادي اسماعيل باتمنى لك التوفيق ان شاء الله تكون موجودك في احد الاندالة تستحق وجودك معاه انا مشكورك جدا جدا انا متمنى لك كل التوفيق وانا سعيد انا كنت معك والله حبيب يا كابتن حمده ومزيد بالتوفيق ليك ومزيد بالتطوير ليك ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله في خطوات كبيرة جدا ان شاء الله بنا خليك كابتن حمده حمده حاجة كبيرة في الاعلام الرياضي نشك حرارة كابتن حمده شكرا صدنا مع حضرتك من نهاية الفقر الحوارية التانية مواحد من نجوم الكرة المصرية ونادي اسماعيل كابتن حمده الجمل في النهاية حابب اقول ان ريكاردو قال برازيلة واحد المداربين اللي نادي اسماعيل بيتفاوض معاهم في الوقت الحالي هو احد الاسماء اللي ممكن يتم الاعلان عنها خلال الايام والساعات اللي جاية ده بالنسبة لنادي اسماعيل في النهاية قبل ما اختم عايز اشكر شخصين في السوشال ميديا اللي مسؤولين عن قسم التصوير مصطفى الجوريا ومهبم دوح اللي بيتعبوا معنا جدا بس ما قدش اسميهم في الاسبوع الماضي فشكرهم شكرا جزيلا على تعبهم خلال الفترة الماضية كل صورة اللي على السوشال ميديا هم بيكونوا يعني متخصصين فيها فشكرهم بكرا نشوفكم على خير في حلقة جديدة التصوير على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته